معايا كده هنبتد نراجع على القوانين الصوت واضح الاول صوت اخر شباب اه واضح تمام تعال بشونتسين هنراجع على القوانين اللي معنا خلاص على السريع كده بس انا عاوزك تركز اوي وانا براجع القوانين دي خلاص لانك تعرف كل حاجة دي بتاعت ايه خلاص الحتة دي مهمة اوي هنا القوانين مفيهاش مشكلة مشكلة بتاعتك اوي انت هتستخدم ده امتى تعال بشونتس لو احنا اول حاجة عاوز ااكد عليها بس في الناتشور رسبونس ان انت يا بشونتس تعرف كلمة نيتشور دي يعني ايه الناس اللي موجودة الناس تعرف كلمة نيتشور دي يعني ايه انا عاوزك المفهوم ده امتى ما يجيلي في المسألة في الامتحان اعرف ان انا في الجزء ده في الناتشور رسبونس بتاع الار ال يوم ببقاش فيه سورس معايا في الدايرة طيب بصر شانسين انت عندك حاجة في الدايرة بتاعتك بيقى فيه مفتاح خلاص الدرزة بتاعتك كلها عن مفتاح ده في المرحلة التانية يعني المفتاح اتغير وضعه خلاص انت معاك مفتاح ايا يكن وضعه كان عامل ايه في الاول بعد كده اتغير وضعه لو انت معاك مفتاح وتغير وضعه بالفتح او الغلق في المرحلة التانية في المرحلة التانية هتلاقي ان انت في المرحلة التانية معاكش مصادر يعني يا بشواندس في الحالة بتاعتنا انت RL يعني معاك ملف ومجموعة مقاومات بشترى تكون ملف واحد ومقاوم واحد لا ممكن تكون مجموعة ملفات مع مجموعة مقاومات مقاومات خلاص لو انت معاك ملف مجموعة ملفات مجموعة مقاومات مش هتلاحظ ان في مصدر ده كلمة natural response يعني في المرحلة التانية او بعد مرحلة تغير وضع السويتش عما السويتش بتغير وضعه خلاص هتلاحظ ان الملفات والمقاومات مش متوصلين بالمصادر عشان كده بتسمعها natural يعني استجابة طبيعية معتمد على الملف الملف هو اللي بيغزة الدائرة او المكسف اللي عندي هو اللي بيغزة الدائرة خلاص يبقى انا اجي في الامتحان هميز ازاي بقى كلمة natural وكلمة step هميز ما بينهم ازاي عشان دي اساس حل المسألة كلمة natural يبقى انا في المرحلة التانية بعد تغير وضع السويتش اللي هي المرحلة التانية خلاص عما السويتش يتغير حالته هتلاحظ ان الملفات او المكسفات مع المقاومات مفيش مصادر خلاص لقيت في مصدر مليون في المية دي خلصانة step السؤال اللي اسأله يا بشو هندسين الناس اللي معي خلاص الطيار ده ده طيار مين طيار اللي قدامك ده طيار مين طيار الملف ده طيار لو انا عندي الرسمة اللي قدامك دي هيبقى طيار الملف وطيار المقاومة ولا حد عنده اعتراض خلاص واي اوف تي ده ده طيار الملف وطيار المقاومة لانه هو هيبقى الطيار اللي ماشي في الدايرة خلاص ببع في الحال الراسمة اللي قدامك ده خلاص هو طيار الاصل فيها وطيار الملف في فعلا الاصل اما ما بجي احسبه او اجيبه هو طيار الملف بس صادق هنا ان هو الطيار اللي ماشي في المقاومة برد خلاص بس الاصل بتاعه هو طيار الملف لو سألتك سؤال الجهد اللي قدامك ده جهدي مين المقاومة بردو والملف لا ده اول غلطة عندك ده جهد المصدر ده جهد المقاومة بس ده بشهد مهندسي اسمع بقى خليك سمرت كده بص ده جهد المقاومة جهد المقاومة عبارة عن ايف ايه ايف مين ايف 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 اكدل ايف القول ايه اللي فوق مضروبه في اıp ايف ايف فده الاصل فيها جهد المقاومة طب واحد اقول لها ايف ايشوندس ترمه هو نفسه جهد الملف صح واحد اقول لي فوق Life Whichage هو جهد المقاومة وجهد الملف لاني الاثنين توازم مع بعض خلاص هما الاثنين توالي في الدايرة ول платنه اثنين هيبقوا مع بعض لو انا نجي تطبق ابشوندسكة لو انا الطيار ده الطيار داخل فوق مجب تحت سالب. وقلت انه ده ال V اللي انا لسه حاسبه انشاء. ده V R خلي باله. قانون اللي تحت ده. يا بشوهندس. بتاع ال V R. خلاص القانون اللي تحت ده. بتاع ال V R. خلاص القانون اللي تحت ده بتاع ال V R. طيب. وده V L. ركز او في الحتة دي. الطيار ماشي بيدخل الموجب سالب. واللي تحت. بتاع الملف هيبقى هنا الطيار داخل من تحت الموجب. وفوق ايه? سالب. ده وانا جيت اقول لك طبق كيرتشوف خلاص المصار ده. ايه علاقة ال V L بال V R? اللي تتين نفس القيمة بس عكس اللي تجاه. عكس بعض. اه يبقى عكس بعض. اه يبقى. ايوه هتلاحظ ان انه انت لو بسيت هتلاقي الموجب قصاده السالب. فهم اللي تتين عكس بعض. فال V R بتسوي مين? سالب V L. سالب V L. اه فانت لو جيت لك في الامتحان. لو جيت لك في الامتحان. انت عندك ال I هي بتاع الاثنين. ما فيش مشكلة. طب ال V اللي هي I نوت في R. دي بتاع V R. طب لو طلب V L هتبقى سالب V R. يبقى اول معلومة يا مشوهندس تعرفها ان V L هتساوي سالب سالب القيمة اللي عندها فيه دي. اللي هي V L فيه. اللي هي V R. طبعاً كنا نحل مسائل دلوقتي العدم فيش مشكلة. لكن V R الدكتور عدي يزبطي لك في المحاضرة. اللي هي I نوت في R في E. والسالب T على التبقى. وهي مضروب هنا R. يبقى بتاع ال R. فده جهد R. طب. تضربه في سالب يديك جهد L. طيب الباور اللي انا بحسبها دي باور مين? الباور اللي انا بحسبها. الباور دي. الباور بتاع المقامة. اللي هي الباور المفقودة في المقامة. اللي هي I نوت. اللي هي I تربيح في R. فعوضت عن I اللي فوق. I هي. عوضت عن I دي. تحت. وربحتها. وتربطها إيه في ال R. طلعت لي بالقانون ده I نوت تربيح في R في E. والسالب 2T على تعب. طبعاً التاو هي L على R. التاو هي L على R. التلاك قوانين اللي فوق دولة بشوهندسين مفهومش أي مشكلة. التلاك قوانين اللي فوق دولة. مفهومش أي مشكلة لأنه أنا عارف أن الطيار طيار الملف والمقامة. الجهد جهد المقامة. ال B. الباور بتاع المقامة. خلاص. تاني حتها بشوهندسين أنا عاوز أأكد عليها قوي. حد يقدر يقول لإيه الفرق بين T أكبر من الصفر. وال T أكبر من أو يساوي الصفر. يتفرق بين اللي فوق واللي تحت. اللي فوق دي مرحلة انتقالية مش منص. بيأخد من السالب. زيرو سالب للزيرو اس موجب. في النص بعد ده الزيرو بس. طيب. هقول السؤال بطريقة أوضح شوية. خلاص. إمتى أحط الشرط ان T أكبر من أو يساوي الصفر. وإمتى أحط الشرط ان T أكبر من أو يساوي الصفر الصفر بوزطي. اللي عليه موجب دي. إمتى أحط الشرط اللي فوق. وإمتى أحط الشرط اللي تحت. طبعا في الامتهان هو بشي حسبك على دي. بس انت لازم تكون عارف معناه ايه. هتلاحظة مش منصيين. ها? تفضل. ميلي بالكلفة؟ لما يبقى يعني لما يبقى الزيرو موجب والزيرو سالب قد بعض. بتهايلي مش هتفرق فهنكتب زيرو بس. زي ما الشديسة بتقول بالضبط. معنى كلمة T أكبر من أو يساوي صفر. دي معناه ان قبل يساوي بعد. اللي هو الزيرو نيجاتيف بتاع الطيار. بيساوي الزيرو بوزطي. يعني يا باش مهندس. المرحلة الأولى قبل تغير السويتش هيحسب الطيار الملف. بعد ما غير حالة السويتش هتلاحظ ان طيار الملف هو نفسه قبل زي بعد. وطبعا احنا حافظين ان الملف لا يسمح بالتغير اللحظة في الطيار. فالطيار قبل يساوي بعد. لو انت لقيت ان الحاجة قبل بتساوي بعد. لازم تقول T أكبر من أو يساوي الصفر. لان عند الصفر في الحالة دي لها قيمة. امتى باش مهندس نقول ان قيمة الجهد أو الطيار لهم قيمة عند الصفر؟ اما القبل يساوي بعد. طب لو انا يا باش مهندس لاحظت ان القيمة قبل بتاع الجهد. ما بتساويش القيمة بعد بتاع الجهد. دي معناها ان قيمة الجهد عند الصفر غير معرفة. لانها لها قيمة T. لها قيمة قبل تختلف عن قيمة بعد. فلاها قيمة T. فانا عند الصفر الجهد ليه قيمة T. فهنا القيمة غير معرفة. فحنا بنقول بينين لغيه؟ بنقول عند T أكبر من أو يساوي صفر بس. بنقول عند T أكبر من أو يساوي صفر بس. لان هنا الجهد ما لديه قيمة عند الصفر. خلاص. لو القيمة قبل بتساوي بعد. بقول لي قيمة. لو القيمة قبل ما بتساويش بعد. زيرو نيجاتيف والزيرو بوزيطيف. ما بيساويش بعد. في الحالة دي. باش مهندسين بنقول ان قيمة الجهد أو الطيار ما لديه قيمة عند الصفر. فبنقول الشرط بتاعها تي أكبر من أو يساوي الزيرو بوزيطيف. خلاص. تعال باش مهندسين. ليه النقطة اللي بعدها القانوني اللي احنا كنا أثبتناه. النزق نيرجي ديليفرد فروم L2R. يعني الطاقة المنقولة من الملف للمقاومة. بتساوي ايه باش مهندسين. بتساوي أومجا. بتساوي نص L في أي نود تربية. طبعا أي نود دكومة الإنيشيال. بتبقى قيمة ثابتة. واحد ناقص إي أستسالة بثنين تي على التاو. خلاص. والناس برضو هتلاحز ان هي تي أكبر من أو يساوي الصفر. لو انا جيت هتسألك يا باش مهندس. الطاقة دي بتاع الملف ولا بتاع المقاومة عند أي وقت. زي نيرجي دليفرد فروم L2R. دي خاصة. خلي بلك R نحط بقى تحت هنا دي أومجا R. دي الطاقة المنقولة. دي الطاقة المنقولة. يمين؟ منقولة لي المقاومة. بقى دي الطاقة بتاع المقاومة ذات نفسها. خلاص. دي الطاقة بتاع المقاومة. يبقى أنا باش مهندس لو جيف المسألة قال لي. عاوز الانيرجي دليفرد تو المقاومة الفلانية. خلاص يبقى هو ده القانون بتاعه. اللي هو نص L i node تربيع. وخلي بقى باش نفس أصل القانون دي كان جاي منين. لازم تعرف الحوار ده. انه جاي من التكامل. بتاع البي R اللي احنا لسا جايبينها فوق دي. اللي هي I تربيع في R. في DT. لازم تبقى انت تعرف دي. لازم القانون بتاع التكامل ده تكون عارف. خلاص لان سعب نضطر نستخدم قانون التكامل. خلاص. سعب نضطر نستخدم قانون التكامل. خلاص. وخلي بلك المشكلة الأزلية بتحتك كلها هتبقى في القانون ده. وقانون الوراء. مشكلة الأزلية بتحتك كلها. ان انت ما انتش عارف امتى تستخدم الانيرجي دليفر ده. خلاص في حالة وجود ملفين. او حالة وجود اكتر من مقاوم هعمليه. خلاص. لكن انت كقوانين انت هتبقى حافظه مفيش اي مشكلة. خلاص. يبقى خلاص الكلام الملف. بيفرغ الطاقة بتاعته في المقاومة. فانت لو عاوز تحسب الطاقة اللي موجودة في المقاومة عند اي وقت. تستطيع تحسبها من القانون ده. الانيرجي في اي وقت في المقاومة من القانون ده. وخلي بالك القانون ده بتاع الRTT. يعني بتاع المقاومة كلية. يعني انت لو عندك في الدايرة ملف. عندك خمسمائم مقاومة ده بتاع الRTT. جبت توازيات وتوالات ودخصت المقاومات الRTT هي دي بتاع الRTT. فهيقابلك مشكلة. انه انت تحسب الانيرجي في مقاومة معينة من ضمن المقاومات دي كلها لهوها طلاب. لكن الر total دي قانون فبتلقص الدائرة كلها لملف واحد ومقاومة واحدة لو انت حبيت تجيب الطاقة المفقودة في المقاومات كلها تقدر تجمع من القانون ده طيب يا بشهندس لو انا عاوز عندي عشر مقاومات وفي مقاومة منهم اتنين قوم وعاوز اجيب الطاقة المفقودة فيها عن طريق الملف لان الملف بيفرق طاقته لحد ما يوصل للمالة نهاية بيقع بصفر فقدر احسب في المقاومة اتنين قوم دي اه تقدر تحسبها بس ده مش القانون ده لان القانون ده بتاع المفقيد في المقاومات كلها خلاص ده المفقيد في المقاومات ككل التاني قانون يا بشهندسين المفروض انت تبقى عارفه ان الانيرجي ستورد انزل بولك يا شهندس الطاقة المفقودة او المخزنة معلش الطاقة المخزنة في الملف ده خاص بالملف خلي بالك بقى قانونه بيساوي امجة ال نص ال اي نو التربيع في اي اسالة باثنين تي على اتا فانت معك واحد للمقاومة واحد للملف معك واحد للمقاومة واحد للملف تعال بشهندسين بس عشان ما نبدأش نخش في حوار الانيرجي تعال اول نديك على المفاهيم الاولنية وبعدك نخش في حوار الانيرجي ونحلق المشكلة اللي هي بتاع ملفين توازي والكلام ده لان هي ده اصلا المسائل اللي وجدت في المتحن هي ده المشكلة بتاعتك خلاص تعال بشهندسين حننقلك بعض المسائل طبع انت مش مطلب بالمسائل ده كلها بس هي يعني مش مطالب مش ممعنى هي ممكن يجيلك مسائل منها في المتحن ده كلها انت واغد افكار او واغد المفاهيم التي بتحل بها فممكن الدكتور يجيب لك من الشيد او يجيب لك من بره واخر خلاص دي مسائل اللي عاملها خلاص انت مش مطالب بها انت عاوست تحلها كلها حلها بش عاوست تحلها اصلا انت حر انا حل معك اجزاء منها خلاص هنحل اول حاجة خلاص اللي هي المسألة سبعة تلاتة دي خلاص انا حل مع بعض المسألة سبعة تلاتة اشتركوا في القناة السورة واضحة بشو هنطسين مس معايا السورة واضحة السورة بتاع المسألة واضحة ولا كبرها شوية اللي هي البيانات المواطعة دي اه اللي هي سبعة تلاتة دي واضحة اه كده تمام واضحة كده تمام خلاص سنكبرها لك اوش خلاص 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 تعال شانطسين المسألة دي احنا طبعا احنا المسألة كلها بنحل لها من المرجع المسألة سبعة تلاتة بتاعا نبتين نحل المسألة دي ومفاهمها بسيطة نحلها بس عشان نثبت الحاجات الاساسية وبعدها نفش في حوار الملفات والمشاكل اللي هي تخسل خلاص احنا بس ثانية واحدة خلاص عاوزين بس الناس هناخد اسمائي الناس اللي هتحل معانا عشان ندون بونس خلاص نقل بس الناس انت طبعا مجرد اللي انت هتحول معايا هتقل درجات خلاص مجرد اللي نحاولها بس هتقل درجات لانا عاوز ناس تبتدي بس تتفعل معانا وخلبك دي بتفيدك في عمال السنة بدي خلاص فانت ممكن اصلا تقفل عمال السنة بسبب البونس ده خلاص فعاوزين اسمائي الناس كده اللي هتبتدي تتحل معانا اه حضرتك عبد الحميد عبد الحميد قول اسمك كامل حبيب عبد الحميد محمد ابراهيم محمد ابراهيم ماشي عوزين حميد تاني عزم محمد حمد مين عزم محمد حمد عزم محمد حمد عمشة عزم عزم جيب عبد الوهايب مين دياب عبد الوهاب. دياب عبد الوهاب. ماشي يا حبيب. شكرا. ماشي تاني. باش مندلسها باش مندلسها اسمك هلا ايه? هلا ايه. هلا ايه. طيب عاوزين حد تاني? مش هنص محمود. محمود ايه فؤاد? محمود فودة. محمود فودة. ماشي يا حبيب. طيب. هاتش تاني عاوز? محمد ايه? عيسة. محمد هايسة بصق? عيسة عيسة. عليش بس انت صدك انت مش فوق? عليش. محمد عيسة. محمد عيسة. عليش اندلسها يا الاسمان دي بخلوش طيب عليش. بخصوص البونس يا رامي. اسمك رامي ايه? رامي عبد الحكيم. رامي عبد الحكيم. ماشي يا رامي. خلاص كده. تعالي مش هندس. هنقض معنا الاول باش محمد صعب حميد ونبتدي نرى المسألة ونبتدي نحل مع بعض. خلاص مش هندسين المسائل بتمشي بنفس السيكونس او بنفس الترتيب اللي احنا هنعمله دلوقتي. خلاص المسائل دي تفهر. بمعنى تفه فعلا. خلاص? فانت روجيت لك مسألة في الامتحان العملية بالصعبة. انت بتحل بدواري السركة المفاهيم القديمة خالص. بس مشكلتك كلها انت انت هتعمل ايه? ورا ايه? بس. تعالي مش هندس كده? بيقولك اه ازا سويتش انزا سيركت. بيقولك في الدايرة اللي قدامك دي السويتش. اه انزا فكر كزا خلاص. has been open for a long time. بيقولك يا مش هندس ان انت عندك في الرسمة اللي قدامك دي ان انا السويتش اللي قدامك ده مفتوح لفترة طويل. يعني ايه? مفتوح لفترة كلمة اللي هو بيقولها دي has been open for a long time. دي معناها ان انت هتوصل لمرحلتي الاستيدي ستيتا. لكنك ده شغال دايرة عادية خالص. لو انا جيت اسأل بشوهندس عبد الحميد انت في الاستيدي ستيتا بشوهندس? او في الدايرة العادية? لو انت السويتش ده مش موجود اعتبره مش موجود. تعال كده. اعتبر ده بشوهندس السويتش ده انا هشيله اهو. هو بقول لي كده ده مفتوح لفترة طويلة. لو انا شلت السويتش ده بشوهندس وقالت لك انت معاك دايرة عادية. بيقول لك السويتش ده مفتوح لفترة طويلة. معناها ان انت في مرحلة الاستيدي ستيت مش مرحلة الترانزنت اللي احنا بندرسها دلوقت واصلي. وعندك المصدر بيعمل ايه في الملف? الملف بالنسب له يبقى شورة سركت. زي ما بشوهندس بيقول اداما انا في مرحلة والدايرة دي شغالها لفترة طويلة فده معناها انا مش مرحلة لان السويتش خلاص انا عملت له وصيبه بقاله فترة طويلة فده الملف ده حالة الديسي هيبقى ليا باش مهندس شورت سيركت لانك انت عارف ان الملف بيساوي اتنين ال اكس ال بتاعته اتنين باي ال اف ال والتردد في الديسي بصفر فال اكس ال بصفر امتى اما يبقى ده بشورت سيركت يبقى ال اكس ال بصفر امتى في حالة الشورت سيركت خلاص تعالوا بشانتسين خلاص دي فيها مشكلة حتة دي طيب بولك بشانتس هنرجع تاني للمسألة بس انا كنت اوضع حتة دي خلاص قبل ما نخش في المسألة بس نرجع للمسألة تاني بولك ات التي بتسوي صفر بولك عند التي بتسوي صفر the switch is closed هيا دي بقى اخلي بك لحظ المرحلة الاولى والمرحلة التانية بقول لك عليه المرحلة الاولى يباش وانسين ال switch كان مفتوح المرحلة التانية عند التي بسوي صفر switch هنقفل يبقى دي المرحلة التانية اللي انا ها اصلا باهتم با دراستها انا باهتم با دراست المرحلة التانية انا بستفيد انت بمرحلة الاولى ان انا اتجب الزيرو ون wenig sensible بس MIKE عندي مرحلتين انا مرحلة قبل ومرحلة بعد المرحلة الاولى نستفيد منها فقط في حساب الزيرو ونجيتف المرحلة التانية و suppose انا بقولها اهتمام كله при المرحلة التانية والمرحلة التانية اللي بحكم اسكن نiği الوعية كن نوحها ايه. خلاص يعبار عن ملف بس. ولا مكسف بس. ولا ملف ومكسف وبعها مصادر والحاجات كل الانواع اللي انت هتاخدتها بعد كده معتمد على المرحلة التالية. طب هو يا باشواندس هو انا هو لازم في الامتحان اروح اقرأ الكلمتين اللي فوق دولة. لا تعرف ان انت من خلال السويتش ممكن تترجم الكلام اللي هو ايه اللي فوق دولة السطرين اللي هو ايه لهم دولة. ازاي باشواندس. لو انت جيت تبص على السويتش. لو انت جيت تبص على السويتش. هو بقولك عند الطايم بيتساوي زيرو. هو كاتب كده تي بتساوي صفر. السويتش كان مفتوح وبيقفل. يبا هو الوضع الاولان كان مفتوح. الوضع التاني بيقفل. خلاص. هو انا مش عاوز اكتر من المعلومة دي. يبا السطرين اللي فوق دولة. اللي هو بيعود يلك فيهم. وعلى فكرة في بعض الاوقات. هتلاحز انه ممكن يبقوا خمس ستة ستور بيلكهم. انت ممكن عن طريق السويتشات ورسمتها تعرف الوضع بتاعك عامل ايه? ان انا فهمته من رسمة السويتش اللي قدامك دهو. فهمت ان هو في الوضع الاولاني كان مفتوح. في الوضع التاني هيتقفل. يعني هو هيتقفل من مرحلة الفتح لمرحلة الغلق. يبا هو كان مفتوح بعد كيف يقفل. عند طايم كام? لان الحتة دي مهمة عند طايم بيساوي صفر. هو واحد يقول لها بشانت سوين فعيفل عند طايم تاني غير الصفر. اه هتقضوا قدام. حاجة اسمه سكوينتشال. هيفنا عند طايم تاني. خلاص يبا هو كان مفتوح وقفل عند طايم بساوي صفر. خلصنا من الحلقة دي. تعال بقى نشوف اول مطلوب عندي. اول مطلوب يا بشواندس طالب ايه? طالب الاي نوت. لازم اروح اشوف الاي نوت دي فين? لو انا سألت البشواندس عام حميد الاي نوت دي فين هندسة? ايه بعد دماء في المفتاح. لا هي الاي نوت اللي هو رسمها الرسمة فين? اللي طيب هو الطالب الاي نوت دي كدلا في الطايم ولا طالبها عندا نقطة معينة? هروح ابص اللي بين كسين كده. اللي بين كسين كاتب ايه? زيرو بلاس. زيرو بلاس دي يعني عندا نقطة معينة. يعني زيرو بلاس زي ما احنا قلنا المرحلة التانية. المرحلة التانية هنا اللي هي ولا تشغيل مفتاح. اللي هو المفتاح يبقى مفتوح ولاي يبقى Entwicklung? ولا مغلق. مغلق. يبقى المرحلة التانية مباشرة بعد غلق المفتاح مباشرة عاوز الاي نود من الاخر ده ترجمة الاي نود يعني عاوز الاي نود عند غلق المفتاح مباشرة لنزيرو بوزد في دي المرحلة التانية اللي هو غلق المفتاح خلاص يبقى عاوز الاي نود عند غلق المفتاح مباشرة الاي نود ده هتيبقى طب الاي نود ده يا باشواندس ده اللي في الطايم لا ده هي الاي نود بعد غلق المفتاح مباشرة هي لها قيمة معينة بخمسة امبير بستة امبير يعني نكون هي قيمة سبت طالب كمان الاي نود عند ايه باشوهندس ملا نهاية طيب الاي نود عند الملا نهاية دي مرحلة اولى ولا في المرحلة التانية بعد غالك السويتش لا دي في المرحلة التانية برضه طيب باشوهندسين اي حاجة يطلبها في الاي نود غير الزيرو نيجاتيف غير الزيرو نيجاتيف زيرو بوسطف ملا نهاية او اي طايم هيدهولك دي معناه في المرحلة التانية لان المرحلة التانية الوحيدة اللي احنا احنا بندرس المرحلة التانية بعد التغير ونجيب لها المعادلة بتاعتنا كدالة في الطايم فأي حاجة هيطلبها غير الزيرو نيجاتيف يبقى ديه في المرحلة الثانية الزيرو نيجاتيف الواحدة اللي في المرحلة الأولى من الآخر خرصة الكلام زيرو بوزوتيف ملا نهاية الطايم بملا نهاية الطايم بخمسة ساكند بعشرة ساكند ده يا بشوانتسين المرحلة الثانية خلاص؟ طب انت يا بشوانتس انت فهمتنا المفاهيم او انا مجحل هعمل ايه؟ الحل واحد اول حاجة بروح اقول له بشوانتسين بروح اقول له عند الطايم اقل من الصفر نيجاتيف يعني في الوضع الاولاني الوضع الاولاني زي ما حنقولنا مع البشوانتس قلنا السويتش كان مفتوح ودايما الدفولت او الطبيعي بنقول انه مفتوح لفترة طويلة فروحت ست السويتش وعملت مكان الملف short circuit الدينت للرسمة دي اللي انا رسي ترسمي لك من شوية حل ده عنده وطراد على الرسمة دي دي يا بشوانتسين في المرحلة الاولى اما كان السويتش مفتوح والمصدر بيغزي الملف لفترة طويلة فالملف يا بشورتسل اديتني الرسمة دي الرسمة دي هستفيد منها يا بشوانتسين خلي بالك دلوقتي انت بتدرس على مين لو انت بصد في الدار هنا في مكسف ولا ملف ولا ايه بالنسبة لك فالبقى الملفات الملف بيحب ايه بيحب الطيار ولا بيحب الجهة الملف لا يسمح بالتغير اللحظة في الطيار فانا دايما اهتمام كله بطيار الملف اهتمام كله بطيار الملف لازم اجيبه لانا هستخدمه في الحسابات ثم اننا اصلا انا أصلا انا بحس بمعادلة بتاع الاي ال بتسوي الاي نود في الايه استسالة تي على ت او دي اصلا بتاع الملف في Precis يعرف اجيب على ما عن طريقا الملف فلازم احسب حسابات الملف ،ذهه اساسية حتى لوك bust طلب لانها هنا تحتاجة من غصب علينا اصلا هنا حاجة الاي ال بتاع الملف لازم اجيبه واجيب كمان من الاي مين اللي هو طالبه اصلا لأجيب الاي نود لان الاي نود هستلاحظ انه أصلا طلب معادلته فأنا محتاج أي نوت كمان يبقى حاجة أساسية أجيبها هي الإل الإ بتاع الملف ده حاجة أساسية لازم أجيبها خلاص لازم أجيب الإل بتاع الملف ليه باش مهندس لأن جميع المعادلات هتطلع منها يعني أي حسابات بعد كده في المرحلة التانية هتعتمد على الإل دي أي معادلة يطلبها هتجم الإل فأنا الإل ده حاجة أزالية لازم أجيبه ولو في مكسف هجيب الجهد بتاع المكسف لأن المكسف لا أسمح بتغير اللحظة في الجهد في ملف أحسب الطيار لأن الملف لا يسمح بتغير اللحظة في الطيار فقابل بيسوي باعه فالملف هقدر أجيب له معادلة خلاص فإعدام عند الملف لازم أجيب معادلته والمعادلة بتاعته هتحلي لي أي مشكلة هتقابل طيب واحدة يقول لها بشانت لجيت الإل نود عند الزيرو نيكاتي فهتعرف لي دلوقتي خلاص يعني سيب دي دلوقتي لأننا هنحتاجها قدام عشان الشرط عسنا عاوز أعرف الشرط أثبت لك إن الشرط ده هو زيرو بوزو طيب ليه عاوز أثبتها لك يعني عرفهو تعال يا بشواندس لو أنا قلت البشواندس عب حميد عشان بس ما نطولش أنت عندك دايرة في قلبها مصدر وفي قلبها أربع مقاومات ما تقدرش تحسب الطيار خاضر أحسب الطيار أنا عندي المصدر وعندي المقاومات أعملها يا توالي أجيب الأركوفلان بتاعتها أجمعهم عارف هو خمسة عشر خمستاشر عشرين بخمسين أوم ومعاك المصدر مية خمسة عشرين تعمل إيه الجهد على الطائعة الجهد على المكاومات أه زي ما أنا سأمت كده هأسم الجهد اللي هو مية خمسة وعشرين على مجموع المكاومات اللي هي خمسين هيديني الطيار كام اتنين ونص أمبير اتنين ونص وغلاحظ إن الإي إل يعني مسمى إي إيه إي إيه إي إيه زيرو نيجاتف خلاص اسمها زيرو نيجاتف نيجاتف يا باشوهندس لأن أي حاجة هنجيبها هنا زيرو نيجاتف في حالة زيرو نيجاتف أي حاجة بنحطها بين كوسين كده زيرو نيجاتف عشان نعرفوا إن هي المرحلة الأولى طيب أنا هجيب يا باشوهندس كمان هزود لك حتة كده معنا اللي هي الآي زيرو الآي نود الآي نود بتاع فتح السويتش اللي هي المفروض كان هنا في السويتش هنا السويتش دلوقتي هو أبن يبقى الآي نود بكام بزيرو بزيرو اللي هي السويتش أبن همشي يمر في طيار فالآي نود في الحالة التحت دي بزيرو خلاص اعرفها دي دلوقتي عشان هنحتكى قدام عشان أقول لك زي ما نقول لك هنحتكى في الشرط ده عشان أقول لك ليه الشرط زيرو بوزطف زيرو بوزطف يعني معناها قبل ما بسويش بعد هنهزبت لك فعلا دلوقتي لأن الآي نود قبل ما بسويش بعد خلاص في كل المسائل تعالى بشانتين عند تي أكبر من الصفر يعني ايه تي أكبر من الصفر يعني المرحلة التانية السويتش هي بوضع ايه مغلق السويتش هقفله عما اسأل ما أقفل السويتش هتبقى الرسمة بالشكل ده ولا حد عنده اعتراض هو السويتش بشانتين كلنا عملته ان انا قفلت السويتش ورسمت الرسم خلاص فينا مشكلة لذا تمام طيب المرحلة التانية هستفيد منها في ايه هقول لك يدلوقتي خلاص انا جبت في المرحلة اولى اللي هي الآي زيرو نيجاتيف و il zero نيجاتيف ليه عشان المرحلة التانية البشوانتنس حازم البشوانتنس حازم معنا اه محتاجة كان دلوقتي احنا قلنا يا بشوانتنس حازم ان الملف اللي هيسمح بالتغير ايه ماجه في الطيار التغير اللحظي في الطيار خلاص فال il هتلاحز ان il positive في الحالة بتاحت دي. بتساوي الل اللي كتب لكده اللي هي كتكام. اتنين ونص امبير. طيب. دي حاجة اساسية ان انا بقول طيار الملف قبل. بيساوي باع. بيساوي اللي هي اتنين ونص امبير. خلاص? دي فيها مشكلة? لا لا. طيب. تعال بقى احنا خلاص جبنا بيانات قبل. وجبنا بيانات بعد. تعال بقى يا بشوهندس لاول مطلوب عندي. هو كان طالب اول مطلوب اي اصلا. اللي هو الاي نود بلاس. الاي نود عنده زيرو بلاس. صح? كمان. يعني لحظت غلق السويتش مباشرة في الدائرة اللي قدامك دي. اي نود ده هيمر فيه كم طيار? لحظة غلق السويتش عندها ما هي 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 قبل برضو فتح السويتش. لا خلي بقى. لحظة قبل بتسوى بقى دي في حالة الملف بس. لكن المقاومات المقاومات تسمح بالتغير اللحظة في الجود والطيار. فانت هنا. هو لما لما قفلنا السويتش يا هندسة بقى عمل شورت سيركت. شورت على المفتاح يعني. اصبح الجزء اللي هو العشرة والخمستاشر والملف ده مش هيبقى معاه في الداير. طيب. عشان بس اوضح الناس المسألة دي كالجاة في امتحانات بتقول الاندر. اللي هم بتاعقول لك اهربا اللي مش البرنامج الخاص. المسألة دي ما هي سهلة. هو ده اصعب النوع يجي لك في العادي. خلاص? تعال يا بشوهندس انا بقول لك يا دائرة سيركت عادي. تعال يا بشوهندس حازم هنفكر مع بعض جدا. يا دائرة سيركت انا ماليش دعوبة بين حوار الترانس انت 발� Biblieb hi. magnitudeч change in experience 1.qdxMgqqqqqqsh havings bdx�mqqnqq.qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq بشوهندس انا عاوز احسب طيار الاي نوت ده. مش هنقدر مش ده اللي انا عاوز احسيبه? طب احسيبه ازاي? عن طريق كرشوف للطيارات. هروح عند النقطة واطبق كرشوف. لو جيت اقول لك يا بشوهندس. انا عاوز الطيار في الفرع ده اهو. خلاص? والطيار في الفرع ده. هقول لك يا. المقاومة خمستاشر دي. معلش ممكن تيفل الصوت? المقاومة خمستاشر. المقاومة خمستاشر دي هباشو هانسين. لو انت بصيت هتلاقي ماشي فيها طيار مين? الطيار الطيار طيب كويس. يعني معناها كده لحظة غلق السويتش. طيار الملف هيبقى هو نفسه الطيار اللي ماشي في المقاومة خمستاشر. لو انت عندك اعتراض. لان الملف ماسك في الطيار مش هغيره. فطيار اللي ماشي في دايرته هيبقى سابق. اللي هو كمته كام? كمته كام? اتنين ونص. اتنين ونص. يبقى الخمستاشر القوم دي ماشي فيها اتنين ونص. يبقى دي مضحة كلس. انا عارف ان الطيار لحظة غلق السويتش قبل ما الملف يبتدي يفرغ هيبقى ماشي فيه المقاومة دي اتنى ونص وده اللي تيمين اللحظة دي. طيب المقاومة عشرين دي باشواندس. انت عامل ايه دلوقتي? انت عامل ايه? عاملين شورت. انت عارف معنا شورت سيركت دي ايه? ان الدايرة دي اصلا مع نفسها. اللي انا بعملت علاقة علامة اكس دي ان الدايرة دي مع نفسها في كوكب تاني. تمام صح. لان شورت سيركت بيلغي الجنب العليمي. فانت دي اعتبر اصلا الدايرة بتاعتي عبارة عن جزئي. جزء فيه المصدر مع المقاومتين. وجزء فيه الملف مع مقاومتين. وخلي بالك الملف زي ما هو. ليه? انا بقول عن المسألة دي. لانك لو لاحظت ان الملف هتلاقيه مع المقاومات وبيغزه بعضهم مع نفسهم. ما لهمش دعوة بالمصدر خاصل. المصدر ما بيغزههمش اصلا. لان لو المصدر غزاهم هنا مش نتشورل اساسا. في اول حاجة بحديتها في الامتحان الرسمة بتاعتي نحة ايه? لازم تعرف ان الملف. لو انا جيت ابوصله كده متوصل معاه مصدر. هيغزيه ولا لا? لا. ملف هنا ما بيغزيهش حاجة. في هنا نتشورل. طيب انت يا باشواندس خلاص قلتني ان الملف ان الدايرة اللي على ايدي الشمال لوحدها. معي مصدرها ومعي مقاومتين. طيار هيبقى بكام? هنقدر نجيب بقى الطيار عند ال قهد وعند المقاومة. الغد بمية خمسة وعشرين? هقسمه على المقاومتين خمسة وعشرين لان خمسة وعشرين دولاي اعتبروا توالي يبقى خمسة وعشرين مية خمسة وعشرين على خمسة وعشرين تديك كم؟? خمسة. يبقى الطيار اللي ماشي هنا بخمسة. هو نفسه خلي بقالك اللي هيبقى ماشي في المكوه من خمسة او من فوق. او هيمشى في الشورت سيركيت ويرجع تاني هو هنا تحت خمسة. خمسة فوق وخمسة تحت رجعه في المصدر. كده عكس بقى. طيب لو انا جيت اسألك بقى بشو هندس حازم. اه. اترك الطيار اينود في الحالة دي سوي كام? اه هيبقى عكس بقى. مع الاتجاهات المرسومة. اه في طيار داخل من فوق وطيار معابله من تحت هيبقى عكس بقى. طيب انت 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 في طيار داخل من فوق اللي هو المرة في الخمسة اه في الخمسة او من ماشي. هيقابله طيار تاني من تحت اللي هو بتاع بتاع الاي نود اللي احنا جيبناه عن طريق الملف. طيب احنا هو دلوقتي مشكلتنا بس في حاجة. احنا عايزين نقول ان ازاي هنجيب الموجب والسالب بتاع الكيام بتاعتنا عم نطبق كرشف عند النقطة دي. احنا بنقول اللي داخل بيساوي اللي ايه? اللي داخل بيساوي اللي خارج. اللي داخل بيساوي اللي خارج. خلاص? اللي داخل مين? الاي نود? عند النقطة دي. عند النقطة اللي ده. عشان بس الناس متلبط. عشان النقطة بتاعها ده. خلاص? اللي داخل مين? واللي اتنين ونص بالاتجاهات اللي انا عاملها دي. صح او اللي غلط? اه بالاتجاهات اللي تحت. الداخل للنقطة واللي اتنين ونص واللي خارج مين? واللي خارج من عند النقطة? الخمس? لفوق اه. نحن نطبق كرتشوف عند النقطة. اللي انا بحديتها دي. فمحتاج الطيرات اللي في اللافرع المتصلة بها. ده اتجاه الانو ده. مرسوم فوق خلاص. انا معدي مشكلة في الانو. الخمستاشر طيار هاتجاهه. مع الانو. اللي هو اصلا كمته من شوية كانت بينه اتنين ونص. ده اتجاه الطيار. السامن اللي انا عامل ده. اتجاه الطيار. خلاص? اللي عشرين قوم اتجاه الطيار فعلا هيبقى كده. على حسب الموجب والسالب بتاع المصدر. الطيار هيبقى ماشي كده. في الاتجاهات ده كده. خلاص. وكمته انا لسه هاسبها من شوية بخمس. لو قلت لك الطيارات اللي داخلها. مين اللي داخل? هتقول لها يا باشوهندس اللي انت بحددتهم الاتنين دول. دول اللي يخلين للنقطة. اللي هما الاي نود والاتنين ونص. واللي خارج مين الخمسة? يبقى الاي نود زائد اتنين ونص بتسوي الخمسة. اعد اللي اتنين ونص النحي التانية بالسالب. يبقى خمسة ماقس اتنين ونص. تطلع كلمة الاي نود باتنين ونص. كبك ده اصعب مسائل في النوع ده على الاطلاق. خلي بقى. يبقى انا يا باشوهندس جبت الاي نود زيرو بوزوتيف. عملنا اي يا باشوهندس? جبنا النيجاتف. جبنا بياناتها. وبتعامل معها كدير السيركت عادي. جبنا البوزوتيف اللي هنا بتعامل معها دلوقتي. اللي هو بعد غالك السويتش. برسم الرسم عادي. واتعامل معها سيركت عادي بحت. ما فيش اي فكرة. خلاص. رحت جبت الاي نود. اجيب الاي نود ازاي? قلنا هنطبق كرشوف عنده نقطة. هنلاقيه هو الطائرات اللي داخله عنده النقطة. اللي داخل نقص اللي خارج. خلاص. فطلعت المجموعة الاي نود زائد ال اتنين ونص بتساوي الخمسة. عدنا اتنين ونص الناحية التانية. ثلاث الاي نود بتساوي خمسة ناقص اتنين ونص. خلاص. اه طبعا واحد هي اه طبعا لو انت طبقت كرشوف. خلاص. هتلاحز زي ما انا عاملك ان ان الاي ال هيبقى بالسالب. زي ما انا كنت لسا بقولك اللي اتنين ونص هتعدل ناحية التانية بالسالب. فهتبقى سالب الاي ال اللي هي بسالب اتنين ونص. وجبنا الطيار بتاع المقام عشرين اللي هي مية خمسة عشرين على مجموعة خمسة عشرين تطلع بخمسة النقطة دي بالنسبة للناس فها مشكلة. النقطة دي بالنسبة للناس فها مشكلة. ها? طيب البشواندس دياب. نعمة بشواندس. طيب. تعال بشواندس هو النقطة التانية كان طالبها الاي نود ايه? طالب الاي نود ايه? اي نود عند مالة نهية. طيب الاي نود عند المالة نهية. احنا ممكن نجيبها بالعقل وممكن نجيبها بالقوانين. بس نجيبها بالعقل. وعند المالة نهاية خلاص احنا محتاجين الاي نود كدلا في الطايم. لو انا جبتها اقدر اجيب منها الاي نود عند المالة نهاية. عاود عن الطايم بمالة نهاية. وقدر اجيب الاي نود. لان هو طلب اصلا الاي نود في الفوز التاني عند الطايم. الاي نود كدلا في الطايم. لو معي الاي نود كدلا في الطايم. اعود عن الطايم بمالة نهاية في المعادلة بتاعته. اقدر اجيب الاي نود. كدلا في الطيب. اه قدر اجيبها بالعقل اه. ازاي بشمان ده السبب. بيقول لي احسب لي الطيار الاي نود عند المالة نهاية. يعني عند وقت تقول اوي جدا. عند وقت طويل جدا. لو انا جيت اسألكم شونتس عند المالة نهاية الملف ده هيبقى ليه فيه طيار? سفر. هيبقى سفر. عند المالة نهاية بالعقل كده. نعم. الملف ده هيفكت جميع الطيار اللي فيه. في المقاومات. تمام. فهو اعتبر الدارة دي هتتلغى عند المالة نهاية. هيبقى تلين ونص برضو. هيبقى نفسه. نعم. اي نود دلوقتي هيبقى طيار مين? اللي هو اللي هو تلين ونص امبير. اللي هو في الحالة الاولانية. كم? حاسم المية خمسة وعشرين فولت? على خمسة وعشرين. على خمسة وعشرين اه اوم. على خمسة وعشرين اوم تطلع بخمسة امبير. خمسة امبير. تمام. هيتطلع ان الاي نود عند المالة نهاية هيبقى هو طيار المصدر بس. لان الملف دلوقتي ما عادش بالغزة. الملف خلاص فرغ شحنته كلها في المقاومات. هو ما عادش فيه طيار. فبالمنطق كده الاي نود هياخد طيار المصدر. طب تعالى نسبة الحوار ده فعلا بالمعادلة بتاع الاي نود كدل في الطايم اللي هو المطلوب رقم بي. تعالى بشانتين مطلوب رقم بي. خلاص? المطلوب رقم بي هنجيب الاي نود كدل في الطايم. بعد كده نسبة الحاجات اللي هي اللي هي النقطة رقم ايه فعلا انصحها ولا خلاص? خيل ان انت عن طريق الاي نود كدل في الطايم تقدر تجيب النقط اللي فاتت. تعالى كده يا بشوهندس. احنا قلنا يا بشوهندس عشان اه اجيب الاي نود كدل في الطايم. البشوهندس الليه هي علاء معي. يا حضرتك. انا قلنا اي حاجة بنحسبها كدل في الطايم بنحسبها في المرحلة الاولى ولا في المرحلة التانية? الآن. المرحلة التانية. طيب العادة التانية بعد التغير بsåتش اينا هناك للوضوع كانيل. طيب المرحلة التانية الرسمة بتاعيت هاي وده الرسمة اللي احنا نتعامل معها طول. بس هو الرسمة اللي قدامك دي. الرسمة اللي قدامك دي مش واحد دسع. لو انا معاقي الملف ده كدلة في الطايف طياره يعني طياره كدلة في الطايف. يجدتلك هيأتيatra. ماذا اللي هو عايزه هو هو عاوز يعيز الاية نوت كدلة في الطايف لو انا قلتلك افتراضا افتراضا انا معاقي معادي ده اهو معاديه كدلة في الطايف معاي هترض ان هو معي. وهو ده احنا هنجيبه. اللي احنا اصلا معنا قانون الاي ال اللي هو بساوي الاي نوت في الاي والسالب تي على تام. فنقدر اجيبه فعلا. لو انا معي الاي ال ده معادلته معايا. اقدر اجيب الاي نوت. هطبق كرشوف فيه. هقول ان الفي في المالفة بسي سالب الفي ال? سالب الاي ال. لو انا طبقت الكرشوف عند النقطة دي. نفس القانون اللي احنا فسا كاتبينه من شوية. هقول لها بشوهندسة الطيار اللي ده داخل. هيبقى الاي نوت زائد الاي ال. بيساوي اللي هي الخمسة امبير. لان الكمة هنا سابتة بيمر خمسة امبير على طوب. الكمة دي سابتة بشوهندسين ما فياش اعتراض. ان هي دايما بخمسة امبير. فانا لو طبقت الكرشوف عند النقطة اللي تحت اللي انا عاملها ده هي. هيطلع القانون ازل كده ما بتغيرش هنا في الحالة بتاعتنا دي ان الاي نوت زائد الاي ال ال الاتنين داخلين. بيساوي خمسة امبير. هتلاحظي ان الاي اود لوحدها بتساوي الاي ال اللي كده اللي في الطايم زائد الخمسة. خلاص ده القانون اللي احنا اصلا لسا جايبينه من شوية اللي هو ده. اه. هو ده كان عند نقطة واحدة بس هو اي اعتبر عند الطايم بره. هو نفس القانون بس هنحطه بدل الزيرو بوسط في دي هنحط تي بس. خلاص? موطرد عليها. تمام. ده، لا امام. انا عندي ده هيبقى كدلة في الطايم ليه عشان الاي ال كدلة في الطايم هو معتمد على يها اصلا فلاي نوت كدلة في الطايم زائد الاي ال كدلة في الطايم انا بتطبق كرشف عادة خالص. هيسوي خمسة. فانعاوز الاي نوت في الـ staringة لوحدها فتبقى الاي نوت بتساوي سالب كدلة في الطايم زائد الخمسة امبير. يبقى انا مشكلتك كلها ان انا اجيب الاي الاول. لو الجيبت الائل الموضوع بتاعي انحل. تعال ما نجيب الائل تعال ما نجيب الائل. grosso بو بفوق الندسة. قانون الائل لان انا بديم ياخت طيب. الاينود كتبكام? تعال ما نشوف mil Terre laينود بشكل كام? اتنين ونص. اتنين ونص فح moms خلاص اغضو اتنين ونص طيب يبقى اي نود في الاي اكس سالب تي علتوا وانا حطاتي اتنين ونص abre. سالب تي خلاص دي انا عاوز اصلا كده لا في الطائب. تب التاو. التاو عبارة. الا على ار. الا على ار. تعامل شوف بقى مين ال ال وال ار بتحت هنا. ال ال اللي هي بخمسين. بص بقى دايرة ال ال مع ال ار هما دولة بس دولة بصفوا في بعض. يعني الملف بفضل في القومتين دول. ال ال بكم هندسة? خمسين ملي اللي هي خمسين فعشر قصة لب تراتة. تمام. وال ال ار? خمسة عشرين. بخمسة عشرين. زي ما اشو هندسة بتقول انا معي ال ال اللي بخمسين. ملي يبقى خمسين فعشر قصة لبتلاتة. خلاص? ومعي ال ار انا جمعتهم من شوية قدامك تلعهم بخمسة عشر. هنقسم باتنين عم مع بعض دولة نجيب التاو. التاو باتنين ملي. اللي هي اتنين فعشر قصة لبتلاتة. خلاص? لو انت حطيت عوضت بالتاو هنا. هي التاو تحت. هتلاحز ان المعادلة بتاعت الاي ال بتاعتك هتطلع بالشكل ده. ان الاي ال هتسوي اتنين ونص في اي قصة سالب خمسمية لان هقسم الف على اتنين. هتبه الالف فوق واللي اتنين تحت. يبقى بخمسمية. يبقى سالب خمسمية تي. دي المعادلة بتاعت. السؤال اللي هتسألك هندسة هي تي اكبر من الزيرو ولا الزيرو بصطف? هي الاي ال عند عند عند. هنا مش هتفرق. الاتنين بيساوه بعض قبل بيساوه. الاتنين بيساوه بعض يعني عند الزيرو في قيمة. عند الزيرو في قيمة. ادام الاتنين بيسووا بعض. يبقى عند الزيرو في قيمة. القيمة معرفة هنا. ادام الاتنين قابل بيسووا بعض. يبقى انا دلوقت عند الزيرو في قيمة. والقيمة معرفة. فلازم اقولي تي بتسوى صفر. خلاص عشان تسعب تيجي اه اختياري في النظري او في الامتحان او اختياري او كده. فتبقى انت عارف ان لو قابل بيسووا بعض يبقى عند الزيرو في قيمة. القيمة معرفة انا جبت ال i l وكنت ايلك باش مهندسة ان ال i node بيساويه لانه هو طالب ال i node بيساوي ايه? هيساوي ال i l. اه. الخمسة ناقص ال i l. احنا قلنا فعلا سالب ال i l زائد الخمسة او الخمسة ناقص ال i l. انا معايا ال i l هعوب بها يطلع القانون بتاع مين? ال i node. ده قانون ال i node كده اللي احنا نسا مطبقينه متشوع. لو انا جيت اسألك بس وقالي باش مهندسة. هو ال i node احنا جبناه قبل بيساويه بعد. تعامل تشوف كده. تعامل تشوف. ال i node بعد بيساويه كم? اتنين ونصف. طيب. تعامل تشوف قبل كده كم بكم? قبل كم بكم? كان بزيرو. كان بزيرو. ال اتنين بيساويه بعد? نعم. يبقيم هنا ايه? غير معرفة. اه اه مش اكبر من او سوي زيرو اه بلوس. اه زيرو بصدر عشان هتلاحظه حتى كمان في المسألة الرقم بي. السؤال النقطة الرقم بي هو ايه اللي كده? عند الطائر ال ti اكبر من او سوي زيرو ايه? زيرو بلوس. خلاص? فاحنا اه اثبتناها. خلاص? في بحيث ان الاجابة بتاعتك تبقى كاملة. في بعض الدكاتة اللي بتحسب عليها. وفي دكاتة اللي بتحسبش عليها. خلاص بس الناس برضو تبقى ايه عارفة ان انت بتزبط الشرط ده. خلاص? ان هو قبل ما بيساويش بعد. عشان كده قلنا ان عند الطايم بيساوي صفر. الاي نود قيمة غير معرفة. عشان كده هو بدأ من بعد المرحلة التانية. قال لك الدالة دي بتوصف المرحلة التانية بس ما لديش دعوة. عند تغير السويتش. يعني من بعد تغير السويتش مباشرة بعدها بقى نبتدي المعادلة دي توصف. لكن عند التغير بتاع السويتش هي ما تعرفش. طايم بيساوي صفر هنا ملوش. لكن الاي الاكرة. السؤالة هاسألك بقى مش هندسة? عند الزيرو طبعا الاي نود عند زيرو البوز به. الاي نود عند زيرو بوزيتيف لowadn الدايرة هنا بتوصف الحوار ده. عند الزير. عند الطايم بزيرو هنا تطلع اا الاي نود بكاما. مالهاش قيمة غير معرفة. لا عند الزيرو بوزيتيف. عند الزيرو بوزتيف? اللي هي المرحلة التانية على طول. اللي هي مرحلة بتغير السويتش. بعد ان مغلق السويتش مباشرة اي نود بكام? احنا جايبين لها قيمة فوق على فكرة. هنعوض عن التيب زيرو. فهدبقى اه باتنين ونصف. بكام? اه بواحد. بواحد. يبقى خمسة انا اتنين ونصف. احنا طلعنا اتنين ونصف. خبكة بشو هندسة في الزيرو بوسطف الاي نود عند الزيرو نيجاتيف لها قيمة. والاي نود عند الزيرو بوسطف لها قيمة. هما الاتنين ما بيسغوش بعض. فعشان كده احنا هناخد انا واحدا فيهم ونقول عندها تساو صفر. لا هنا قيمة غير معرفة. عندها تساو صفر. ادام في قيمة للزيرو بوسطف تختلف عن القيمة بتاع الزيرو نيجاتيف. هنا قيمة غير معرفة. هي لها قيمة. بس احنا مش عارفين. خلاص? قيمة اسمها غير معرفة. خلاص? لانها لها قيمتين عند المرحلة دي. لو انا كنت اقول لك بشو انتسها عند المالة نهاية. عند المالة نهاية. عند الطائم ما بيبقى طائم بالمالة نهاية. هتبقى بخمسة. بكامل. بزيرو. صح. بزيرو. يبقى الاي نود في الحالة دي هتبقى بكامل. هتبقى بخمسة. زي ما احنا حاسبين. لسا حاسبين الاي نود عند المالة نهاية دلوقتي قلنا ان الملف هيكون تطرخ كله هيبقى طياره بصفر. خلاص? فكده هتبقى الطيار هو الخمسة امبيل. خلاص? فاحنا اثبتنا فعلا ان المعادلة دي صحيحة. وان قول اللي احنا جايبينها فوق برضو صح. حد عنده مشكلة في النقطة دي? عبنا نروح في النقطة رقم سي. حد عنده مشكلة في النقطة دي? شانسي. طيب. ده اصعب نوع يجيلك في الطبيعي في العادي. طبعا النوع الاصعب اللي شكله هو ملفين توازي. اللي هو يجيلك ملفين في الدائرة هي دي المشكلة برضو. تعال بس نحل النقطة رقم سي وبعدها نخش نشوف لك مسألة فيها الحوار ده. بقول لك هاو ميني ميلي ساكند افتر زا سويتش هاس بين قولوز د. ويل زا كورانت ان زا سويتش اكيوال تلاتة امبيل. بقول لك يا بشوهندسة اتعمل ترجم السؤال اللي قدامك ده. ونفهم مفهومه. بقول لك هاو ميني. خلاص البشوهندس محمود فيه ده معي. بشوهندس محمود فيه. ايو ايو مع حضرتك. منشاح. بقول لك هاو شهندسة في النقطة رقم سي. بقول لك الاو ميني ميلي ساكند يعني عاوز الطايم بالملially ده خلاصتك كلمع. بقول لك كام الوقت بالملially ساكند افتر زا سويتش ياسبين Sold. بقول لك هاو شهندس عاوز الطايم بالملially ساكند او الوقت اللي هيياغدو آآ اللي هيتاغد بعد ما السويش ينقفل. هو قال لك كده افتر زا سويتش الطيار اللي هو الاي نود دهو. هبقولك الاي نود هيساوي 3 امبيل. بقولك امتى بخلاصة الكلام يعني امتى الاي نود يساوي 3 امبيل. هياخد وقت قديه. عنا بيوصل للكيمة دي. طبعا انت هتلاحظ. انا عزك بس تلاحظ حاجة. الاي نود بسطف بكام? اه بسالب اه اه اتنين ونص. اتنين ونص. والاي نود عند المالة نهاية بكام? خمسة. يبقى الاي نود هيبتدي بكام? اتنين ونص. ويوصل لكام? خمسة. هو يعني هيمر على كيمة التلاتة امبير دي صح? اه هيمر. هو عاوز بقى التلاتة امبير دي. يعني هو يا بشانسي بس انا براحز حتة دي ان انت الطيار اي نود هيبتدي باتنين ونص. هيعود يزيد 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 لحد المالة نهاية هيبقت خمسة امبير. يبقى هو يبتدي من اتنين ونص لحد خمسة. هيمر على التلاتة امبير دي عند وقت معين. هو عاوز الوقت ده بقى. خلاص? انت معاك معادلة الاي نود ولا بش معاك? معاك اه 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 دي هساويها بتلاتة. بس. زي ما بشانسي بقول فهنا انا هعمله هروح اغض معادلة هندسة من تسويها على الخمسة. خمسة تروع على الخمسة تروع على ناحية التانية تبقى سالب اتنين والسالب هيروح مع السالب فاتبقى اله. تمام. انشانس بقول لي ان انا انا ممكن برضو بحاجة يعني سريع كده خلاص. ان انا هعمل ايه? هعدي التلاتة الناحية دي. بتسوي خمسة انا استلاتها هلاقي اتنين. يعني الكيمة اللي انا محدد عليها بالدائرة ده هتسوي اتنين. من الاخر يعني. خلاص? دي هتسوي اتنين. تمام. بس انا عملتها بسرعة فالناس ما تلوش. اه. خلاص? الكيمة دي هتسوي اتنين. تمام? طب هعمل ايه بعد كده بشانسين? هروح اقسم الاتنين دي على ايه? على الاتنين ونص. على الاتنين ونص. اه. اه? على الاتنين ونص. خلق? خلق? بعد جاءة بشانسين هاخد لين للطرفين بشي الاكس ونين شا بيعدي الناحية التانية بلين? صح? اه. اه. اطلاحظ ان انا عملته هناو. ان انا عددت الاكس ونين شا الناحية وخدت لين للطرفين اهو هنا اللينة. اهو. اده المسألة ايه. هعمل ايه يا باشوانسين? هروح اكمل. هقسم على السالب الخمسمية. وعلى الالة حسب هكتب لين اتنين على اتنين ونص على سالب خمسمية. طبعا اللين اتنين على اتنين ونص هتطلع بالسالب. طبعا? اطلع بسالب رقم على سالب خمسمية. هتطلع لك بالكمة دي. بالاخر يعني. في مشكلة? يبقى انا بشانس اكس بونينش الفطرة بعدين ناحية التانية بلين. بس. هي دي بس الحتة اللي ممكن انت ايه تقفية. والقيمة اللي فوق بتنزل. خلي بقى اقوم الحتة دي. يعني القيمة هنا اكس بونينشال اهو. خلاص. ستبعك مديد الوقتي. الاكس بونينشال انا هاخد لين للطرفين. خلاص انا اخدت لين? القيمة القس بيطلع برا لين. بينزل تحت. حد عارف حتة دي ولا ايه? ولا الناس ملاخبطة فيها? ده حتة يعني هي بص ده حتة رياضية ملاخبطة بالكهربا خالص. بص احنا يعني ايه? لو خدنا لين للطرفين? خلاص لو خدنا لين? بس هي هتة دي بس اللي ايه? اللي سعب بتعمل لغبطة عند الناس. لو انا خدت لين هنا. او دي لين. والناحية التانية لين. خلاص الناحية التانية فيش مشكلة خلاص انا حطت لين عنده ومش مشكلة. الاكس بونينشال دهو? دهو? ده بقص. بيطلع بره بتحت. بينزل تحت كده سلب خمسمية في تي. هيبقى لين الاي? لين الاي بواحد. عارفين الحتة دي ولا اقا? لين الاي بواحد. يبقى له الكمة اللي هي سلب خمسمية في التي. بتساوي لين اتنين على اتنين ومس. الحتة دي فقى مشكلة بالنسبة للناس. شمسين اللي معي. حد عنده وطراط عليها? تمام يا هندي. ما تقولش تمام وفي الاخر الناس اللي اللي سكتة انت مسؤول عن نفسك. فانت الحتة اللي بعد ديها انت مسؤول عنها. خلاص. انت ايه? سكوتك مش هنفعك في الامتحان. خمسمية جت من ايه بس يا بلد. بسرح يا حبيب. مين اللي بتكلف? الخمسمية بس عرق. حسام صبر. عرق صغب بس الخمسمية جت من ايه? الخمسمية دي? ايو. الخمسمية فوق في المعادلة اصلا ايه? اللي اصلا جاء من التي من التاو. مش هنلسى حاسبين التاو. التاو طلعت ب اثنين ميلي سكند. لو انت عزمت واحد على على اثنين في عشرة سالب تلاتة هتطلع بكم? اثنين واحد على اثنين في عشرة سالب تلاتة. العشرة سالب تطلع فوق بألف. الف على اثنين فكام? خمسمية. هتطلع خمسمية فوق جنب التي. ماشي? تمام يا هندسة اللي ايه? خلاص. احنا قولنا يا يا باشوهندسين احنا مشكلتنا كلها الازالية في حوال الانيرجي اللي هتبقى في المقاومة. اللي اللي راح للمقاومة يعني. والانيرجي اللي موجودة في الملف. خلاص. هي قوانينهم دي سهلة. مفاش اي مشكلة. بس القوانين دي امتى استخدمها هي دي مشكلة. لو انا يا باشوهندسين معايا دايرة فيها ملف ومقاومة واحدة. او حتى لو هو قال كذا مقاومة. حتى لو هو قال كذا مقاومة. حتى لو قال كذا مقاومة. انا عندي ملف. خلاص. وعندي مقاومة. خلاص. وشان دس احنا عارفين ان الملف بيفقد الطاقة بتاحت كلها في القارف. انا عن طريق قانون ده. خلاص. اقدر اجيب الانيرجي اللي عند اللي في المقاومة. او الطاقة الملولة في المقاومة في اي وقت. وفي نفس الوقت اقدر اجيب عن طريق القانون التاني ده. اهو. الطاقة اللي مخزانة حاليا في الملف. او اللي باية في الملف. عند اي وقت. خلاص. طيب ماشي بشانس ايه المشكلة دلوقتي. انت ايه المشكلة? دلوقتي بشانس لو انا اجيت اقولك في مسألة كده. همجي اعمل لك ملف. وهمجي اعمل لك مسلا مقاومة. وكمان مقاومة. وهمجي اعمل لك المقاومة دي خمسة. والمقاومة ستة اقوم تولي مع الملف. وقال لك احسيب لي الانيرجي ده ايه? في خمسة اقوة. تعمل ايه? احنا ممكن عندنا سنجيب الباور عليها. وبعد ما نجيب الباور ان نكامل الباور. بشانسين دي ما لهش غر سكتين. ما لهمش تالت. السكة. التكامل. طيب بعد اقول لها بشانس ايه ايه ما نفعش استخدم القانون ده? ليه ما نفعش استخدم القانون ده? الاول. ادي السؤال لازم تسأله لنفسك. القانون ده حد يعرف ليه ما نفعش نستخدمه? هنعيد نفس الكلمتين تاني. ده خاص بالمقاومة. ده خاص بالمقاومة والتانيين ملفات. ده مش هنفع استخدمه عندسة عشان ده بتاع ايوة انا منبعك واقيل لك يا بشوهندس خلي بالك ده بتاع المقاومة كلية. المقاومة كلية هنا مين? اللي هي خمسة زيت ستة. خمسة زيت ستة مدرولة توالي. خمسة زيت ستة بكام باحداشم. القانون ده بتاع الامجة ار توتر. لو هو طلب الطاقة المنقولة للار توتر كلها. هقول هي النص في الف اي نوتر بي في واحد ماسل اي اس سالي بثنين تي على التاني. هو قانون مزبط على اساس كده. على اساس الباور بتاعتها بتاع الار توتر. لكن المشكلة بتقابلن هنا اللي هو طالب الباور المنقولة للمقاومة اثنين بس. او الطاقة المنقولة للمقاومة اثنين بس. لان الملف طاقة جزء يتنين لثنين. وجزء من الطاقة هي الار توتر. فالامجة نص الاي نوتر بي في واحد ناقص الار توتر. الحالة بتاعت دي بش ار توتر. عاوز بس بتاع جزء مقاومة خمسة او. هعمل ايه? ما عندش غير السكة التاني. انا ايلا اخلي بلك فيه قانون هنا. فيه قانون تحفظه. هو البي ار. هنكامل عن طريق الباور. الباور بتعمين بتاع المقاومة خمسة. بتعمين بتاع المقاومة خمسة. ازاي باش مهندس انت معك طير الملف اللي هو اي ال كدلة في الطيب. هتربعه. يبقى اي تربيع في الار اللي بتضربها في المقاومة اللي هي خمسة. والكامل. دي سكة. السكة بقى التانية. حد اعرف السكة التانية. هبقى اصل القانون ده كان جاي من تكامل البي ار في الدي تي. زي ما وظهروا الدماء كده. اصل القانون ده كان جاي من تكامل الباور بتاع المقاومة في الدي تي. طبعا الباور هي اي تربيع في ار في الحالة بتاعتنا دي. طيار الملف هربعه واضربه في المقاومة. لو مجيب بتاع كله هتبقى ار توتل بتاع المقامة خمسة بأضربها في خمسة بتاع المقامة ستة بأضرب الاي تربيه في ست. خلاص ده اصل القانون يعني. حد يقدر يقول لي نقدر نعمل ايه تاني? بدل ما كامل انا مش عارضة كامل. انا راجل مريض نفسي كده مش عارضة كامل. اعمل ايه? حد يعرف? فوق الناس من اللي هو مجد كلها على الحداشر. على مجموحهم. ونضربها في خمسة او نضربها في ست. هنعمل تاني عندسا? هجيب لكل اوم الامجا اللي شايل. اقول لك حال. اه هو انت اضرب. بكل اوم. بكل اوم هجيب الامجة بتاعتها واضربها في خمسة او في ستة على حسب المقاومة اللي انا عايزة. هي الامجا دي بتاع. اي. ممكن ممكن نجيب الامجا على على الملف. يعني التراكة على الملف. ونترحها من الامجا ار الكلية. اللي انت هتعمله خلاص هو البشوهندس بيقول يعني هي حتة غريبة. انا معرفش. هنفهمك المفهوم ده لانك انت كان عندك مسماتش جامعة او. تعال بس الاو. انت عندك بشوهندسين تقدر تجيب الطاقة اللي منقولة او اللي فقدت في المقامة عند اي وقت بتاع الار توتال صح. يعني الامجا ار دي تقدر تجيبها بتاع ار توتال صح. ولا حد عنده مش كافية. هقول النص بتاع الال بتاع الملف كلها في الـ I node اللي هو طائر الملف في 1 نقص E يوسط سدب 2T على تأوى التأوى اللي هي الـ L على الـ R كلها أقدر أجيب الـ Oم جار أقدر أجيب الـ Oم جار وأنا عرف اللي هي بتاع المقاومات كلها الطاقة المفقودة في المقاومات كلها تعرف أن أنت لو ضربتها في نسبة المقاومات لو هم توالي يعني أنا عنده مقاومتين توالي مع الملف إذا لم أكنت رسم لك من شوية خلاص مقاومتين توالي مع الملف الملف تحته المقاومة دي R واحد والمقاومة دي R اتنين هندرب من هو أنا عاوز أجيب عندي أنا عاوز أجيب الطاقة المفقودة في R واحد بس هقول له في R واحد هقسمهم على اتنين على مجموح لا متازموش على اتنين على مجموح الطاقة بتوسع قول لي عندها لا عاوز أجيب الطاقة المفقودة الكلية على المقاومات على كين على أساس كل مقاومة نص ونص يعني لا لا وده زي قانون القرن تدفايتر عندسا يعني هو شبه الطاقة هنا بتتوزع الطاقة بتتوزع على زي زي توزيعة الجهود بالظبط عارف انت قانون الجهود اه اه القامة بتاعته على مجموح المقاومتين بالظبط زي قانون الجهود بالظبط هتبقى أنا بس هنبحث عن R واحد اللي بان هضرب هاجيب R 2 تلعادي الأمجة واضربها في R واحد على مجموح الاتنين تعارف القانون ده جيب منين خباك القانون ده مش هتليف حت القانون ده جيب منين بقى دكتور معلعاش عليك بص عشان وساعات ما تلقوش في مراجع كتير يعني بص شايف القانون ده الناس شايف القانون ده صح اللي هو اللي امجة هو ده القانون السابت لكله لأي حالة لمقاومة R total او اجزاء من المقاومات هو ده القانون بتاع كله تعال لاحظ المشكلة فين هو انا ما باجه فيك كده لاحظ كده ده R ايه ده R اللي انا بجيب عليها الباور ده R اللي انا بجيب عليها الباور في الحالة بتاعت دي احنا هنا R total خلي بان في الحالة بتاعت دي هي في حالة R تنفع لأي حاجة بس احنا هنا في الحالة دي كان بتاع R total تعال عشان انا لاحظ لك المشكلة هتظهر فيها ده R total صح؟ تعال كده احنا هنسيب الهواء قاعد يكمل كاملنا وفكينا ويمش عارف ايه eh بصكن مش كامل أول flat هي الحالة اللي انا بجيبها بتاعاصل المسألة اللي عبارة عن uI على R الR اللي انا باستخدم هي فها l I ought to tell أحا خلي بلك بقى هنا ده دايماً R توتر. لكن هذه الحمرة بتختلف. تختلف على حسب. أنا بحسب على أنهيب باور بتاعت مين بتاع المقامة R واحد ولا R اثنين ولا R توتر. فالر الحمرة دي بتختلف. الر السودة دي دائماً R توتر. دائماً R توتر. فالمشكلة لو أنا هكامل لو أنا هكامل تعال بقبص كده لو أنا هكامل وهنتسمي دي دي R واحد. دي R توتر. فهيطلع لك بره. هما اثنين دولك أنا بتطور مع بعض. هتطلع لك هنا مضروب مين على مين؟ حد للأخص لي دي كده. هلاحظ هي نفسها داي. بس بقي حاجة نقصة. بقي ايه؟ بقي R المفروض. بقي R واحد على مين؟ R واحد على R توتر. اللي احنا قللين R واحد على R واحد زال R اثنين. اللي R واحد على R توتر. فانت لحظة باش مهندس ان الاختلاف بيظهر من اول هنا ومن اول R دي. الار دي لو R توتر هتطلع على R توتر تحت. فيطلع لك القانون اللي احنا حافظين اللي هو ده. اللي هو نص L I نوت ربيع اللي هو ده. اللي هو نص L I نوت ربيع. دي بتاع R توتر. طيب لو R فوق R واحد او R اثنين. مش هتطلع على R توتر التحت. زي الحالة بتاعتنا دي. هيزهر لك R واحد على R توتر. بره. انا مش عابق الناس فهم الحتة دي. لا. يعني بص يا جاندس. احنا ما كنا نسبة التكامل او القانون اللي هو نص L I نوت تربيع ده. عادنا نسبة لاحظنا ان R توتل هتطلع مع R توتل تحت. فهتطلع للقانون ده. طب لو R اللي انا هضرب فيها I تربيع في R واحد مثلا. هتلاحظ ان R واحد بشتطر مع R توتل هتطلع بره. هتبع معي موجودة نوع. يبقى الكيمة ده هي. لو انا بجيب عند R واحد هتندرب في R واحد على R توتل. حفظ يا بشواندس حفظ. خلاص دي فيها مشكلة هنا. يبقى يا بشواندس القمق R دي بتاع R كله. لو انا حبيت اجيب عند اي مقاومة في حالة التوازي. في حالة التوالي معلش المقاومات. يبقى هضرب المقاومة على R توتل تحت. خلاص دي فيها مشكلة. او تكامل اللي انت عاوز. يا بشواندسي الناس في ايه? معاك هندسي معاك تماما. طيب فيه قانونين. والاخير ده سابق. طيب ان انت الطبيع ان انت الكامل. هتقول الطيار في R واحد. اي تربيع في R واحد. لو انت عاوز على R واحد. او ان انت تجيب الامجة R. انت كده كده. جايبه تضربه في R واحد على R واحد. طيب لو انا قلت لك همشواندس بها حتة. حتة تاني. لو انا عند المقاومتين بيش توالي توازي. يعني هنا المقاومة ده. ايه? قمت جايبه موصل معاك كمان مقاومة. وده R واحد متوصله مع R اثنين. مع الملف. قانون يبقى ايه? برضو في حل ان انا اجيب الطيار بتاع ال R واحد ده هو. اربقه. واضربه في ال R واحد. يبقى اي تربيع في الارواح. وكامل. ده الحل الطبيعي اللي كله هيعملزه. الحل التاني. او ممكن اربع الفولت واقسمه على المقاومة. هيبقى نفس اله. هكامل برضو. اربع الفولت واقسمه على المقاومة. ماش يا انت هكامل. انا بكلم. عشانا اجيب الباور تمام اه. تسكة غير التكامل. احنا بنتكلم عن سكة غير التكامل. لو سكة. محسطة الاتنين توازن. مقاومة ار اتنين. لو انا عايزه عند ار اتنين مسلا يبقى هقول اه الامجا في الار واحد على ار واحد زي ار اتنين. ايو بص عشان انت العكس بقى. زي توزيعة الطيرات. خلاص. في توزيعة الطيرات بنعمل ايه? انا عاوز احسب الطاقة عند ار واحد. يبقى انا هجيب الطاقة كلها وهو مج如 ار كلية. وهاضربها في الار اتنين المقاومة بعيدة على المجموعة المقاومة اين? يبقى في حالة التوالي. في حالة التوالي زي توزيعة الجهود. في حالة التوازي زي زي الزي زي طايرة. المقاومة بعيدة على مجموعة المقامة. خلاص. طب واحد اقول لي ابش مهندس اناهنس. يعني. يعني اعرفها يا يا ياuenز بعم هي عكس الطيرات وخلاص. عكس قانون الطيار او عكس قانون الجهور. لأ اه يعني في حالة التوازي بتستخدم قانون الطيار صح توزيع التايرات هتستخدم الازال ازا في حالة في حالة التوالي بنستخدم right into twoshots. اه لأ لا اعرأ التوالي بتاعة الجهود والتوازي بتاع الطيارات زي بتاع الطيارات لسه. كمام كده ان شاء الله مش حعارك. على كاتب لك انا اعمل لك المنخز بتاعهم هنا مت خافش يعني الكلام di نظري كله انت اصلا تلاقي في الاول اصلا قابل ال sheet. في اربع وعرقات نظري فيهم جميع المشاكل اللي بتقابل في الحتة دي خلاص مش عارف ان عاملها فين اهم خلاص هم هنا ماشي يعني لو L و R بس لو L و R بس خلاص هو قانون الامجة R total هي نص في L في اي نوت تربيع في واحد نص ايه يوس سلم اثنين تي على تقود دي اللي احنا عارفينها دي خلاص طيب لو عندهم قومتين توازي قولنا هيبقى هجيب ال R total ال R الكلية هي هدربها ده بالنسبة R واحد او انا بحسب بالنسبة R واحد ايبقى المقومة البعيدة على مجموع المقومة تي طيب لو هم التوالية بشوان تسمع الملف هيبقى توزيع الجهود هيبقى برضو R total لو بحسب بالR واحد هتبقى في R واحد على R واحد زاد R او تكامل من الاخر او ممكن هنا تكامل زي ما انت عاوز الباور بتاعتها بتاع R واحد طبعا هنحسب عندها R واحد دلوقت في DT ليه اي تربيع تعال واحد تربيع اي واحد تربيع في R واحد والكامل انت تخرق وهنا برضو ممكن انت تكامل خلاص ده اول مشكلة هتقابل طيب في مشكلة تانية بشوان تسين او في مشكلة تانية وهي دي بقى ايه اللي لازم تركز معي او فيه الحتة دي فيها مشكلة دلوقت حلناها شوان تسين معي خلاص يبقى انت اول مشكلة تقابلك لو عندك كزا مقاومة وعاوز الطاقة على واحدة فيهم بس بش بش على كل خلاص حليني المشكلة دي او خلاص عش هندس ان احنا هنجيب المقاومة للطاقة الكلية وهنضربها في اما قانون توزيع الجهود او قانون توزيع الطائرات على حسب هما توالي ولا توالي خلاص ماشي عش هندس ده خلاص او ان انا كامل انت حر خد اي سكة انت عاوزها بس طبعا الدكتور هو بيعمل بسكة التكاكل خلاص عاوز انت تعملها بسكة دي مفيش مشكلة السكة التانية مش هندس اللي انت ممكن اتقابلك فيها مشكلة لو عندك ملفين لاحز او بقى الحتة ده عشان ان ايين هنا فيها مشكلة جامدة عندك ملفين توازم خلاص وليكن مع مقاومة او مليون مقاومة اتقابلك عندي الملف ده كيمته اثنين والمللف ده كيمته ست ايه 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 هتعمل ايه هندسة اعني انجيبهم حاصل ضربهم على حاصل جمعهم يعني انجيبهم او ا BLACK كوفلانت ال BLACK كوفلانت بكام ايه اتقابل اتقابل غاصل جمعهم هتضرب طيب اضرب حصل اتنين في ستة بكام? اتناشر على ثلاثة على اتنين. تلاتة على اتنين? يبقى كام? واحد ونص. خلاص? يبقى كميتها كام? واحد ونص. يبقى دي واحد ونص هنري. خلي بالك الملف اللي بتقسم الهنري. تعرف امشو هندسين ان انت لو عندك ملفين توازي ركز اوه في الحتة دي عشان اقول الملفين توازي ده تحولهم للاكوفلانت بتاعتهم وتتعامل عادي زي الطرق القديمة عادة خلاص. يعني ايه باش مهندس. يعني ايه? تعال نشوف المسألة. ونقف عند هتة معينة ونرجع الى هنا تاني. خلاصت على بس عند المسألة هنا. ونرجع تاني. عشان هي مع المسألة هنا هتوضح احسن اما نحتاج شرح نرجع تاني. مرش يا شنتين سيناها دقا. اللي هي رخ ما شوية المسألة رقم آآ سبعة ستة واربين. طيب عشان سينا بتنمحل المسألة دي. خلاص والناس تركز معايا قوي. في المسألة دي. خلاص والناس تركز معايا قوي لان المسألة دي اصعب حاجة ممكن تجيلك في الامتحان بعد النوع اللي احنا كنا نستحالينه من شوق. طيب ايه مين اللي يحل معنا? مش مهندس آآ محمد عيسى. مش محمد عيسى معي. مع حاضر. مع حاضر. طيب تعال مش محمد. خلاص هنقرأ المسألة دي. هنتعامل معها عادي خالص. المسألة ما فياش اي مشكلة والناس تركز معايا قوي لان هقول لك هنا حاجات خلاص هتعرفها قوانين هتعرفها هتريحها. هي باش قوانين طريقة يعني هي عاجات عادية خالص. مش هتطر بقى لانتك كامل وتعمل حوارات كتير كده كنت بتعملها في المحاضرة. خلاص فركز معايا لان مسألة لو جيت لك في الامتحان وعاد تتعمل بالحوارات بتاع المحاضرة سكة طويلة. خلاص فانتركز معايا تتعامل بزكاء شوية. تعال يا باشواندس بقول لك زا سويتش انزا سيركت بقول لك في الدارة اللي قدامك دي يا باشواندس لو انا جيت اقول لك من غير ما نقرأ الكلام اللي فوق ديها هندسة. من غير ما نقرأ خالص الكلام النظر اللي هو بيوصف السويتش. انا لو جيت اقول لك يا باشواندس السويتش كان في الوضع الاولين كان وقف عند النقطة رقم كام? واحد. عند النقطة رقم واحد. يبقى السويتش يا باشواندسين وقف عند واحد. لفترة طويل. وبعد جدا هينقل من واحد لاتنين عند الطاين بيساو سفر. يبقى المرحلة التانية هيب عند ايه? عند النقطة رقم اتنين. هو هيقولك كلماتين دولة فوق هيقولك. هاس بين انزا واحد. بقولك السويتش كان وقف عند البوزيشن واحد. لوقت طويل. ماشي. ما ده اللي انا عارف. بقولك عند الطاين بيساو سفر. هيتنقل لحظيا استنتين يصلي. يعني هيتنقل لحظيا تو بوزيشن اتنين. يعني هيتنقل بصورة يعني عند البوزيشن اتنين. يبقى هو كان وقف عند واحد. لفترة طويلة. وبعد كده نقل من واحد لاتنين على طول مباشرة بدون اي حاجة. خلاص. تعال بشاندزين بقولك في المسألة هذا وميني ميلي ساكند. اي افتر زى السويتش. اوبريت داز الفي نود بتساوي مت فولت. انا اقل لك يا بش هندس. عند طاين كام الفي نود. ده. هتساوي قيمة الميت فولت. يبقى انا يا بش هندس عشان اسساوي الفي نود بمية. محتاج معادلة مين? بن knit. بش هندس. دلوقتي بقولك امتى الفي نود. عند طاين بيساوي كام الفي نود. بتساوي 100. يبقى انا محتاج معادلة مين؟؟ لا يوجد الطيار الطيار الفينود هتساوي مية. انا محتاج معدة الفينود من الاخر. ده خلصت الكلام. تعال يا بشهندسين احنا هنحل عادة خالص. نجيب الفينود وبعد كده نشوف هنساويها بالمية. خلاص? احنا بنجي نحل يا بشهندسين. خلاص هنقض قبل وبعد كده نقض بعد. تعال ما نقض قبل يا بشهندس ليه عند الطايم اقل من الزيرو نيجاتف. الدايرة هتبع عبارة عن ايه هندسة? اه زي بشهندس بيقول اللي هي بشهندس كل الدايرة هتبع عبارة عن ايه المقاومة اللي هي العاشرة اوم. والمصدر. اه زي ما اللي محديتها كده الملف التلاتة هناري والعاشرة اوم وخمسين فوت. لو انتكى بشهندس الدايرة دي اللي انا محوط عليها دي متوصلة مع ديسي سورس والوقت طويل. اللي احصل في الملف. بس يبقى يا دي الرسمة بتاحتها. بص الرسمة بقى هي. اللي انا عامل على علامة صحي. الرسمة يا بشهندس تبع عبارة عن المصدر اللي هو خمسين فولت. والمقامة اللي هي عاشرة اوم بس. لو انا جيت اقول لك يا بشهندس الطايم اللي هيبقى ماشي في الملف اللي هو تلاتة هينر هنسمي الملف اللي هو بتاع التلات هينر ده اللي واحد. وهنمشي الطيار مع حسب المصدر خالبك سالب موجة. يبقى الطيار يبقى ماشي الى تحت. فانا روح تفرط. انا اللي بفرد بقى هوا. بفرد ان طيار الملف الفوق. خلاص? طيار الملف عشان يبقى ماشي مع المصدر. هنسمي اي اللي واحد وطبعا اشغال نيجاتيف فهتبقى زيرو نيجاتيف. لو انا جيت اقول لك يا بشهندس هسيب له الاي اللي ده. يبقى بكام? اي 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 بقى الخمسين على ما. اللي هو خمسة امبير. هم? ايبغى ايبغى تطياري خمسة خمسة امبير. ايبغى خمسة امبير. طيب اشهندس الواحد ونص هنر هيمر فيه طيار? لع. هو انا محتاج الانشيال بتاعه هقولك ليه? انا محتاج الملفين دولا والانشيال بتاعه. فانا جبت الاي اللي واحد جبته دلوقتي زي ما شهندس بيقول بخمسة امبير. الاي اللي خلاص. لو عندك كزا ملف لازم تجيب الانشال بتاعه. خلاص. فوقلك ليه دلوقتي. الالتنين طبعا الملف التاني مش متوصل اصلا بالدايرة فهو طيور بصفر. خلاص. دي اول مرحلة. المرحلة التانية عنده تي اكبر من الزيرو بوسطف. اللي هي المرحلة التانية. البشوان تصرامي معي. مشوان تصرامي. مشوان تصرامي معنا. مشوان تصرامي. حد تاني غير بشوان تصرامي عاوز يدخل غير الناس اللي دخلت دي. عاوز يحل معنا? حد عاوز يحل معنا ولا نكمل كده خاص محدش عاوز يحل به نص. ماجهة بشوان تصرامي. اسمك يا حبيب. حسام صرف. حسام صرف. ماشي يا بشوان تصرامي. تعال يا بشوان تصرامي احنا عنده الزيرو بوسطف. يعني المرحلة التانية السويتش هيبقى عند النوت الرقم كام? اتنين. النوت الرقم اتنين. هتبقى الدايرة هي دي اللي انا محوط علىها دلوقتي. طبعا. خلاص. روح نرسلنا يا بشوان تصرامي الدايرة زي ما انت شايفها كده. قدامك. اه اه. خلاص هتبقى عبارة عن الملفين اللي هو التلاتة هنري. والملف التاني اللي واحد ونص مع الاربعين او. ده اللي هتعمل معه في الزيرو بوسطف. طبعا المصدر ما عادش ليه دور معايا لانه خرق خالص ما عادش ليه دور معايا. اه. لو جيت اقول لك يا بشوان دس احنا قلنا الملف اللي هيسمح بالتغير اللحظة في مين? في الجهة. طيب لأ انت هتنفذ واحدة والثانية هتبقى على اساس عشان هتفقد. الملف حبيبي الطيار. لابن الملف لا يسمح بالتغير اللحظة في الطيار بيخليه ماسك فيه. ما بيسيبهوش. اه. طبعا. فصعب ينزل. فادلوقتي هتلاحز ادام الملف اللي اسمح بالتغير اللحظة في الطيار. اه. يبقى انا يا بشواندس الطيار قابل. طبعا معلش يا بشاندسين المفروض اقول انا دلوقتي بحس بالبوزطف فاقول دي البوزطف ودي النجاتف. بس? يبقى الطيار في حالة البوزطف اللي هي بعد. الحالة بتاحت اللي انا عاوزها دلوقتي هيساوي قبل هيساوي طبعا خمسة انبير اللي انا لسا هسيبها من شوية. يبقى هيساوي اللي هو ايه? قبل. هيساوي كام? اه. زير. يبقى انا معي الانيشيل او كيمة البدائية اللي ايه عند الطين بيساوي صفر بتاع الملف واحد والملف الجيد. يبقى انا معي بتاع الملف واحد الاينود بتاعته والملف التاني اينود بتاعه. عشان يتعامل مع الدوائر دي باشواندسين يفضل ان انت او الحاجة السهلة بالنسبة لك ان انت تجيب الملفين دول الاكوفلانت بتاعته. زي ما احنا عملنا ده دلان. الاكوفلانت باشواندسين ان انت بتتعامل الملفات بتتعامل زي المقاومات بالزبط سواء في التوالي او التوازي. المكسفات العكس. مش انا رايحة. المكسفات لو هم توالي بعملهم توازي. لو هم توازي بعملهم توازي. لكن الملف زي المقاومة. فتعالى الملف هيبقى عندي تلاتة واحد ونص. يبقى تلاتة في واحد ونص على مجموعه. لانهم توازي. يبقى تلاتة في واحد ونص على اربعة ونص. تطلع في الاخر الكيمة بتاعته بكام? واحد جناري. التلاتة في واحد و نص بلاربعة ونص. وتلاتة زياد واحد ونص برضو بلاربعة ونص. بلاربعة ونص على الربعة ونص تطلب واحد. بيا انا عندي. ال ال بتاع المكافئ بتاع الملفات بكزا. خلاص? طب لو انا جيت اقول لك ابش مهندس الطائر لههمر في ال ال هتقول لك ابش مهندس عندك الملف الاولان انا ماشي في طيار. الملف التاني ماشي في طيار. عشان ايجيب ال 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 اتنين توازن. اما يعning عندك مصدري طيار توازي. بتعمل فيهم ايه? لو عندك مصدر طيار? كده? توازي مع مصدر الطيار. كنا بنعمل ايه يا مشوهندسين? نجمحهم. على حسن لو هم في نفس الاتجاه بنجمحهم عكس الاتجاه بنترحهم صح? لو هم في نفس الاتجاه زي ما ناسم لك كده والتوازي بنعمل ايه? بنجمح. بنجمحهم. هنا برضو الملف هم برضو الطيارين ده واحد طالع اللي فوق والتاني بصفر اصلا مش هتفرق معي. خلاص? فالتاني في نفس الاتجاه. هنعمل فيهم ايه? نجمع. هنجمع. يبقى انا هروح اقول له الاي. اللي انا محتاج الانشال دي ليه? عشان هنقول الاي نود في الاي اس السالي بتاعيه على التو هجيب الطيار بتاع الملفين مع بعض. خلاص احنا ما بتعاملش هنا مع كل ملف الواحدة. هنا هنا بنتعامل الاكويفلنت بتاع الملفين. احنا الدارة اللي فوق احنننساها خالص بعد ما نجيب الاي نود. الدارة ده هننساها خالص. خلاص? واحد يقول له شخص مش فيه الدكتور كان بيقول له فيه طاقة مخزنة وطاقة محبوسة وطاقة راحة مش عارف مين اللي فين. ده ورطها مش ده الوقت. خلاص? احنا كل ما نجي نتعامل في الدوارة بشكل دي اول حاجة بعملها. بتعامل مع النيجاتف. احنا بتعامل مع البوزيطيف. بعد كده بجيب الملفين بجيب المكافئ بتاعهم. وانسى خالص ان هما كانوا يتوازن اساسا. بجيب المكافئ بجيب الاكويفلنت وبجيب الاي نود. لو هم طايرين في نفس الاتجاه بجمحهم عكس الاتجاه بطرحهم. بطرحهم وحط اتجاه الطيار مع الكبير. طبعا حالة بتاعتنا دول اتنين واحد خمسة والتنين بصفر فالتنين ملوش لازمة. فهيبقى مع اتجاه اللي فوق اللي هو خمسة امبيل. يبقى اتجاه الطيار زي ما نعمله كده تحت او اللي فوق. هو نفس اتجاه الاي اللي واحد. طيب هيجمع يا بشوان. يبقى الاي ال. عند الصفر عند الطيب بيسوي صفر هيجمع الاي ال واحد زي الاي ال اتنين. اللي هي الاي نود يعني بكام بخمسة امبيل. اي نود. تمام. بكام بشواندس بخمسة امبيل. خمسة امبيل. بص? يبقى انا جبت ال ال اكويفلنت وجبت الطيارة. اما اجا اقول لك بشواندس انت معاك ملف. معاك الاي نود بتاعته. ومعاك الاي ال وي ال ار بتاع الدائر المكافأ اللي قدام عمي. دي مطاعش متعفش تجيب الاي ال كدلا في الطيب بتاع ده. الاي عن ال ار? الاي ال كدلا في الطيب بتسوي ايه? بتسوي الاي نود? في الاي نود في الحالة بتاعدي دي بكان بقى في الدائر المكافأة. الاي نود? خمسة. خمسة? خمسة. اه مالاي نود لسه هتسيب هو? همتعام بتلوقتي مع الدائر المكافأة? اي تمام خمسة. نعمل حاجة بسيطة كده عشان الناس ما تلغبطش. الدايرة دي بالنسبة لي. موضوح هنتهى خلاص. خلاص? يعني كل اللي فوق ده انا معدش محتاجة. خلاص? يعني كل الفوق ده معدش محتاجة. خلاص? احنا بتعامل من الاول هنا بقى. معاي دايرة. خلاص? انا معاي الدايرة اللي قدامك دي. جبت المكافئ وجبت الطائرة المكافئ. اللي هو الخمسة. خلاص? انا بقى هبتدت اتعامل مع الدايرة دي. خباك ان لسه انا المطلوب بتاعنا هو عاوز الفي نوت كده لف الطايم. ما تساش الترجم بتاحتك ان انت محتاج الفي نوت كده لف الطايم. بس عشان اجيب اي حاجة في الدائرة لازم اجيب طاير الملف. خلاص? فاول يبقى انت تاخد في بالك ان انت لازم تجيب طاير الملف وخلي بالك. لو عندك كزا ملف بنجيب الطاير بتاع الملف اكويفلنت. طاير بتاع الملف اكويفلنت. خلاص? زي ما هكم نعمل دول بقى. اه. علشان تسين? جبنا الاي ال عند الطايم بساوي زيو. طلع بخمسة. يبقى انا معايا الاي نود بخمسة. اي قس سارب تي على تاو التاو هي ال على قابل? لو انا اسألتك بشانس ال ال اكويفلنت بكام عندك هنا? واحد 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 اه طيب والمقامة? اربعين. اربعين. يبقى اقسم واحد على الاربعين دي التاو. طبعا التاو تحت. يبقى واحد على الاربعين تحت اطلع عربعين فوق صح? تمام. يبقى معي الاي ال كدلة في الطايم. تعال比شانس بقى لو انت معاك الاي ال إنت معاك기 الطايم المرر هنا. متعرف ش tall معك الطيار. معنا الطيار معنا المقامة معرفش هجيب الجه? اي نوت في الاربين. اضرب الطيار في الاربين صح? اضرب المعادلة اللي فوق دي. اللي هو الطيار بتاع الدايرة اللي هو الاربين. اربعين في خمسة. اربعين في خمسة متين. اهديك المعادلة اللي تحت دي. طيب. طيب السؤال اللي بقى لنا اسأله خلاص طبعا انت هتاخد الفي نوت ديت ساوها بالمية هو اصلا اقل لك اه ساول ما اللي عند الفي نوت بالاكي والمية هتاخد الفي نوت ديت ساوها بالمية وتجيب الطيب. هنعمل دي دلوقتي. قبل ما ننقل الحتة دي بقى. اللي هو المطلوب اللي هو طالبه. هو هنا التى اكبر من او يساوي الزيرو بوزيتف. يعني ايه زيرو بوزيتف? يعني عند اه قبل ما بسويش بعد في الجهد. هو فعلا قبل الفي نوت قبل بكام وبعد بكام. انا رأ اسأله هنا الفي نوت. الفي نوت ده. اما كان المفتاح قبل بزيرو فعلا. مين عند اللي هي الرسمة اللي قدامي دي كده. هي بقى بميتين بميتين. يعني اعوض ان هو بصفر يقص صفر بكام? بواحد يطلع بواحد. بواحد. او ان انت تجيبها ازاي? هتقول الطيار الانيشيال. الطيار الانيشيال اللي هنا لحظة غلق السويتش. او اللحظة النوع اتنين اللي اتنين. الطيار كنب كام? خمسة. خمسة في كام? فاربعين? خمسة فاربعين. طلع انا مرة في الحلقة في اللحزة دي خمسة فاربعين. خمسة فاربعين بميتين. يبقى قابل بصفر. وبعد بميتين يبقى لاتنين مبزووش بعد يبقى لازم حط هنا ايه? زيرو موق. زيرو موق. خلاص? وانت اصلا ده طبيعي ان الجهد اصلا ده ممكن تحطها كده مباشرة لان اصلا الجهد او الطيار في المقاومة. المقاومة بتسمع بالتغير اللحزة في الجهد والطيار. قد يصادف ان قبل يساوه بعد خلي بالك كل حتة دي. قد يصادف ان قبل يساوه بعد. لكنه الطبيعي انه ما بساوهوش بعد. لان المقاومة بتسمع بالتغيرات على طول اللحزة. خلاص ممكن يبقى قابل بخمسة بعد كده بستة ممكن يبقى قابل بخمسة وبعد بخمسة تصادف كده اه ممكن تصادف. خلاص. طب تعالها بشانسين احنا جبنا الفينود كدلة هنساوها بالمية اروح تساوطها بالمية هاو وهنعمل نفس الحوار القديم اللي احنا كنا بنعمله. ان انا هقسم المية على المتين بنص. خلاص. هقسم المية على المتين بنص. وبعد كده هقض لين للطرفين. خلاص. وبعد كده هقسم على السلوة الاربعين. انا عملتها مرة واحدة. خلاص. يعني قمت ايه? قسمت على المتين. بنص. يبقى مية على متين بنص. وخدت لين للطرفين يبقى لين النص. خلاص اللي هي اللي فوق دي. نص على السلوة الاربعين. اه. وهيبقى هنا سربة اربعين في التية هقسم على السربة اربعين. تمام? تمام. طيب. طلع الطايم عندك بقيمة هتحوله الميلي ساكند. فانا اجبته سبعتاشر وتراتيين ميلي ساكند. يعني انا حسبا لو اجبت لهكش ميلي ساكند لازم تعمله بميلي لان هو طالبه في المسألة بالميلي. تعال بقى شانتين الحتة بقى اللي هي المهمة وبداية الشغل بقى الحقيقي اللي هي تكملة السؤال ده على المسألة اللي تحت. اللي هي المسألة سبعة سبعة واربعين. الشغله كله على المسألة التانية دي. تعال نحل السؤال ده. نكمل المسألة. طالب ايه ما شو هانت صين? تعال بقى نحل المسألة كي بقول لك ايه? زا ايه? مقومة اربعين. الانيرجي المفقودة في المقومة كام? اربعين. اربعين. اولا يا مشانتز هتلاحز ان انت عندك ملفين. هتلاحز ان انت عندك ملفين. احنا اختصرنا الملفين ديور لايه? ملف واحد. اولا واحد يقول لها مشانتز انا اولا ما نفعش هستخدم القانون بتاع النص والنص. نص الايه التربيع. اه اولا هتقول لها ما نفعش هستخدم ده. اقول لك لا ينفع. تعال ان نجرب كده. انا اوزوها هتطلع الناس لو حد ما عقل حسبة. يضرب لنص. في ال 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 اللي هي كام بواحد. خلي باك بتعمل الفيلم اعضب. هضرب نص في الواحد. في الاي نوت تربيع الاي نوت بكام? الاي نوت بكام? خمسة. خمسة ايه. نص في خمسة وعشرين. يا من اخر اتناشر ونص. اتناشر ونص في التخمسين بقى واحد ناقص الايي قس سالب اتنين تي على تاو. خلاص? التاو بكام يا باشوهندس التاو احنا هجيبينها? التاو بكام? احنا هضرب ايه? سالب اربعين. التاو باربعين بس. اربعين? التاو هتطلع فوق باربعين. خلاص? اربعين. احنا انت عندك ايه استسالة باتنين فاربعين. واحد اقول له يا باشوهندس طب اتنين هنا بكام? احنا بنقول التوتا الانيرجي اللي هتطفقت في الاربعين اوم. دي عند ايه? عند الطين بكام? هو دلوقتي الملفات عمارة تفكت في المقاومات. اقول لك ان عاوز المفاقيد الكليلي اللي هتروح للمقاومات. يبقى عنده زمن كام? وحد. عنده زمن صفر? صفر. ولا زمن ملا نهاية? ملا نهاية. ملا نهاية ملا نهاية ملا نهاية احنا بشانس انت عمد ملا نهاية الملفات عمالها تفقد الباور كولها اللي راح للمقاومات صح? خلاص? يبقى انا دلوقتي نظات عما اللي يفقد في المقاومة يفقد 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 الحاد اما يفد الطاقة اللي في كلها و تروح للمقاومة كلها خلاص هل هو بقول لك حتى الطاقة الكلية اللي هتروح للمقاومات في المقاومة يبقى عند المال نهاية يبقى انا بشأن س Resource سقول له نص في� ايه ل 있지만 في اي نور تربيع طبعا واحد ناص إي أس سالب مالا نهاية بكام بواحد. واحد بصفر. مالا بكام inmune واحد صفر. بصفر صفر. بصفر. ما لا نهاية قص صفر بواحد. اي قص سلم ما لا نهاية بصفر. اي قص صفر بواحد. طبع. يبقى عند واحد نقص صفر. يبقى من الاخر هتبقى هيبقى ايه نص الاي تربية. هيبقى لنص الاي تربية. هيبقى لحتة دي بس. بالحالة عنده اقتراف عليها. ايه نص في واحد في خمسة تربية. تطلع باثناشر ايه نص. خلاص? هي لها سكة تانية ايه لها سكة تانية بقى اللي انت عمطفل المحاضرة. وهقول لك على دلوقتي. يبقى لها يا بشانس لو معايا ملف. الملف ده بيفقد التقد تحت كلها. لو ملف الاكويفلنت. انا متكلمش عن ملفين مع بعض. احنا بنتكلم دلوقتي عالدارة المكافئة. لو انا معايا الملف الاكويفلنت. وفي اي نوت بتاعود انت طبيعيا لازم هتجيبهم. هيبقى نص. ال ال اكويفلنت. في اي نوت تربيع. افتح قوس واحد ناقص الاي قس سالب اتنين تي على تاو. ده القانون اللي انت حافظه. طبعا اي قس سالب ما لا نهاية? في اللحظة بتاحت دي. اللي اللي تي بما لا نهاية يبقى اي قس سالب ما لا نهاية بصفر. بواحد ناقص صفر بواحد. فهيبقى لي بس هو نص الاي تربيع. طلعت معايا بطناشر طبعا احد اقول لي يا مشاندس يا في طريقة تانية. اه في طريقة تانية اللي هي طريقة التكامل. صح? طريقة. اه. نجيب الباورو بعد كده نكامل الباورو. طريقة التكامل. عمل هيلك اهو. هنروح يا مشاندس. انا هكامل. الطيارة المشي في المقام مكان. الطيارة المشي ناسمه ايه? اي الا. اللي هو اي نود يا حمدس. اي نود. اللي هو الاي اللي كله بقى. طيام. اللي هيبقى ده كل اربعه. هيبقى اي تربيع في مين? في الار. في الار اللي هيبقى. الاربعين. صح? هيبقى فاربعين? يعني ده خمسة تربيع بكم? خمسة عشرين? خمسة عشرين. فاربعين بكم? كم? اه امتين? اربعين في خمسة عشرين بكم اه. بألف. اه. خلاص? ايه الناس تهد. شايفة تحسب. اه. هيبقى الف? هيبقى الف? ايه? قس سالب. خلي بالك بقى. الاتنين تخش في القص فوق. يبقى سالب اتنين فاربعين بتمانين. خلاص? دي البورة مشان سالب حسب بالك مرة واحدة. ايه تربيع في ار. دي كلها دي البورة. هكاملها كدلا في الطايم. خلي بالك بقى. هكامل من صفر. انت ممكن تكامل من صفر للمالة نهاية. او انت تجيب المعادلة عامة كتي. يعني عشان لو حبه هو يجيب عند اي زمنا تاني تبقى معك. فانت تجيبها كدلا في الطايم. وبعد كده تقول عند الطايم بمالة لهم. انت هكامل. العزك بقى انتك كامل. هتتفاجئ ان هي تطلع في الاخر التكمل ده اللي عملو على فاكرة التكمل ده ينفع. اه 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 انا هش ينفع. هيتطلع اتناشر ونص. افتح قصين واحد اي قس سالب واحد ناقص اي قس سالب اتنين تي على تي. طبعا اتنين اتنين تي على تي وتطلع عليها سالب تمانين تي دي اللي هي والدمج. خلاص. لو انت حبيدت كامل اصلا معي دلوقتي انا ممكن اكملها معك. انت لو قلت الف على التمانين. انا عاوز واحد يسملي الف على التمانين تطلع كامل? الف على التمانين. مية على التمانية فك اه. نشر ونص صح? يبقى انا مش انس لو جيت اكامل الجزء ده مية. الى الف في اي قس سالب تمانين على تي. هيبقى الاكسيبونينش هلتكامله نفس القيمة دي. الى الف اي قس سالب تمانين على تي. على السالب تمانين ولا الحد عنده اعتراض? تمام الله يقول. هتسم الالف على التمانين هتطلع باطناشر ونص. سالب اتناشر ونص اي قس سالب تمانين تي. من صفر لتلي. او اتبقى مرة بتي ومرة بصفر. هتطلع لك المعدل زمانية تلك جزء. اللي انت اصلا ما تكملش. الصوت بس الصوت اشو هنسل مشغل. خلاص يبقى انت هتطلعك نفس المعادلة هي نص في اي تربيع واحد ناقص اي اس سالب اتنين تين على تاول اي اس سالب تبانين تين. يبقى انت جبت القانون بطريقة من غير ما الكامل. من غير ما الكامل خالص. خلاص. يبقى انت عندك حلق الامة ان انت كامل الطيار اي تربيع في الار اللي هي ربين اوم دي. خلاص وتجيب هكذا لف الطايم وتقول الطايم عند المالة نهاية وتعود بالمالة نهاية او ان انت زي ما انا بقول لك ان انت تتعامل عادة خالص. ان انا بشو هندس انا هعتبر نفسي مكامل وحافظ القانون اللي هو نص في اي تربيع في واحد نص اي اس سالب اتنين تي على تاو. وهتعامل مع دايل القانون ده ماشي مع دايل خلاص? استخدمه عادي اه اه اه. تمام كده? الدكتور ما كانيكش الحتة دي فانت على طرف. طيب الحتة التانية بقى. بقى مشاكلة تتظهر من هنا بقى. اقرأ كده حتة التانية بقوا ليه? بقى دي بقى عشان هنا المشاكلة تتظهر. بقوا ليه? بقى فينه? بقولك زي انير جيء الطاقة المحبوسة او المحجوزة انزا اندكتور يعني ايه بشوانت تقول لك فيه طاقة محجوزة طاقة مخزين لا فيه طاقة محجوزة ما بين الملفات ما تفقدتش في المقاومة عند المالة نهاية يعني انت الملفات الطبيعي النوع عمال يفقد في المقاومة يفقد في المقاومة لحد نقطة معينة هتلاحظ ان الملفات ده ايه بتغز بعضها هيبقى فيه circulating current ما بينهم وما عادوش بيغز المقاومة يبقى عند المالة نهاية هتلاحظ ايه بشوهندس ان كل من الملفين خلاص ان كل من الملفين بيغزوا بعض بطيار عكس يعني مثلا الطيار اللي ماشي في ال ال واحد لو بتلاتة هتلاقي الطيار اللي ماشي في ال ال اتنين بيسالب تلاتة ال ال اتنين اصلا طيار سلكوليتنج ما بينه بيغزوا بعض يعني طيب والمقاومة ما عادش بيروح لها حاجة المقاومة ما عادش بيروح لها حاجة هو بقى بيقول لك محجوزة ما بين الملفين. احجز لي. احسيب لي المقاومة المحجوزة ما بين الملفين. السؤال انا اسأله بقى هنا وخلي بقى اوه عشان هنا انا يعني ايه? مش اخليك تلجأ لحوار التكامل ايه لو انت محتاجه? خلاص? يعني انا بغنيك عن حوار التكامل. تعال يا بشانتس كده او بس عشان لو انت فاهم خلاص اعترف الكلام اللي بقوله ده. انا قلنا الملف. خلي LIVE اناحز انا ايه اعج waren uma احنا قلنا اما اخدنا الطاقة اللي في الملف ده انا ايه. نحساب الطاقة في الملف اللي هو الاتقوفلان. صلعت هي الم المفجودة في ايه? المصري keine. اه يبقى ما اخدت الملف ц bao يبقى يعني هو هنا ما بيعتبرش الطاقة المحسوبة اصلا معاه في الحسنة يعني هو هنا ما قدواجش اجيب منه الطاقة المحسوبة المحجوزة ما بينه. يبقى هذا لو الملف الاقوفلان. لو في خمسين هم يروحوا للمقاومة كلها. طب واحد يقول لي يا بشواندس ازاي بشواندس طب هما الملفين مع بعض هيبقى فيهم الخمسين اللي هنا لأ ده هيبقى فيهم خمسين خلي بقى جرم حدة دي بقى اللي هي الخمسين اللي كان في الملف زائد المحجوزة ما بينه يبقى فيه الخمسين والطاقة المحجوزة ما بين الملفين دول انا بتكلم دوات عن الحاجات الرادية اللي هم نحسبها انا مش بتكلم عن مفهم طبعا الملف ده اصلا مش موجود في الحقيقة هو الملفين دول الموجودين مع بعض دول اللي بتعامل بهم فيه جزء هيروح للمقاومة اللي هو الخمسين والملفين دول هيحجزوا جزء ما بينه عند المالة نهائي قالك لو اننا جينا نجيب الدايارة المكافئة طلع ان فعلا الملف الخيالي التخيلي اللي هو اصلا مش موجود اما جاي نحسب الطاقة اللي فيه ثلاثة هي الخمسين اللي هي بتروح اصلا ليه الاربعين اوم فطلع اننا لو اتعاملت مع الدايارة المكافئة هتعامل مع القوانين الاديمة خالص وهتطلعن النواة بكلها صح ان الطاقة المفقودة في المقاومات كلها هي الاربعين اللي مفقودة في المقاومات هي فعلا اللي هتبع موجودة في الملف الاكويفلاند طيب هتقولها بشانت دلوقتي ماشي انا عرفت ان الطاقة اللي هتروح من الملفين ليه الاربعين اوم ممكن احسبها من غير تكامل عن طريق الملف الاكويفلاند اللي هو قانوننا حافظه نص الاي تربيع في واحد نقاس اي وسلم اتنين تي على تاو ومفقودة في الاربعين طيب انا باللغة عاوزة حسب الطاقة المحبوسة او المحجوزة بمعنى قصها عاوزة حسب الطاقة المحجوزة في الملفين حد دلولي يا نامي ليه انت معاك دلوقتي الطاقة الطاقة اللي راحت المقاومة الاربعين كلها وفي حاجة كمان تقدر تجب حاجة تقدر تجب اللي هي ايه حد دقدر يحسب للطاقة المخزنة في الملفات حد دقدر يحسب للطاقة المخزنة في الملفات نقدر نحسب الطاقة المخزنة في كل ملك في البداية اى عاو النص نص نص عايةタربية عينات تربية طيب زي ما شانتس بيقول هي جت من اين الحتة دي انا معايا ال L واحد معايا طيار والـ L2 معايا الطيار الـ initial بتاع الـ L2 تعال كده نرجع ليه الدائرة به ده قوانين الملف قانون التحت ده قانون الملف بيقول لي يا باشوهندس بيقول لي ان الطاقة المخزنة في الملف عند اي وقت بالقانون ده يعني اقدر احسب من القانون ده عند الطاقة بس و سفر اللي هي القيمة الـ initial اللي هتبقى الطاقة المخزنة الكلية في الملفات نص L-I-Node تربيع في إي قصة سلاب 2T على طاقة عند الطاقة بس و سفر إي قصة سفر بكام إي قصة سفر بكام بواحد يبقى يا باشوهندس عند الطاقة بس و سفر ده يبقى قانون ايه طاقة المخزنة الكلية في الملفات قبل ما تفرغ اي حال صح طبعا يبقى انا لو معايا الـ L بتاع الملفه معايا الـ I-Node بتاحت هو قد راح سيب الطاقة المخزنة فيه صح ولا غلط طبعا طبعا تعال بقى ما نرجع لي المسألة انت معايا يا باشوهندس انت معايا يا باشوهندس انت معايا يا بص الاثنين دولا اي واحد اي اثنين. معاك يا باشوهندس الاي بتاع الملف الاولاني والاي بتاع الملف التالي. ماداش اقول نص في اي تربيه? ولا ينفع? ينفع. يبقى نص. كما انا قلت نص. الال بثلاثة نص في ثلاثة في خمسة تربيه. يعني نص الخمسة وعشرين في ثلاثة. اثناشر ونص. مع نص في الال اللي هي بتلاتة في الطيار اللي هو خمسة تربيه. تطلع بسبب تلاتين ونص. مالملف الاولاني اه اقد اد من فيها تطلع بسبب سبعة وتلاتين ونص. طب الملف التاني? زيرو. بزيرو. بتزيرو صح? تمام. ماللف مخزنة الكلية في الملفين مع بعض بكام? 37 ونص. سبعة واتاتين ونص. لاحظ لحظ حاجة بقى بص عشان الكلام اللي كنت مكلمك عليه دلوقتي. هي التقل اللي راح للمقاومة كام? 12 ونصف. والملفات اصلا فيها كام? 37 ونصف. يبقى خلي بالك بقى. يبقى الملفات فعلا هتفقد بس 12 ونصف وهيبقى فيها كام? يبقى 37 ونصف. ماذا مش مهندس? حسابة التقل البداية كلها 37 ونصف. فقدت هي 12 ونصف يبقى فيهم كام? خمسة وعشرين. 37 ونصف 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 يطلع كام? 25. 25. يبقى هيه محبوس فيها كام? 25. انت عملت تكاملات? لا. بقى انا يا بشوهندس ده بقى اسمها السمارت بقى. تعال بقى موريك بقى زي لو انت عملت تكاملات هتتسوح. تعالي بقى ما نسوح. انا كنت قولها كده فاهم يا ايضا يا بشوهند. كنت قولها الاول نترحم من بعض يعني. اه بص بقى زي الانشي 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 دي احنا جبناه بكام? الانشي اللي هي القيمة البدائية المخزنة في الملفات كانت بكام? اندكتور زي على الملفات كلها. جبناهم جمعناهم على بعض يعني دس. طلب بكام. صبعة ثلاثين ونصف. يبقى احنا رحلنا دي كمان. وجبنا دي خمسة وعشرين. جبنا كله يعني دلوقتي صح? طبعا. طيب تعال بقى ما نعمل احنا بالتكامل بقى. تعال بقى ما نجد السكة اللي هي بتاع اللعوة. خلاص. اه تعال بقى السكة بقى فعلا المسألة طويلة. خلاص مسألة. احنا بس حلناها في دقيتين. عشان هنعارف نعمل ايه? لان اشتغل باحترافية شوية. تعال انت واحد بقى لو واحد هيشتغل تكملات. يبقى انها بشانس بس هنعيد الحتة دي بسرعة احنا بقى نخش على حوار التكاملات. والكلام النظر اللي انا اقيله دلوقتي موجود في اول صفحات الشرح النظر بتاع. خلاص. تعال نرجع كده للنظر اللي فوق. نجد كلمتين دولة مفوق. تعال بشو هندس. اهو. دي الكلام اللي هننتكلم عليه بقى. خلاص هنرجع اقل سريعه. ماشي? اناس تركز معي بقى. لو انا عندي في حالة التوازي. في حالة ملفين توازي. خلاص. لان في ملفين توالي والتوالي سهل. ما فيش ايه عجلة. التوالي ما بيعملوش ت타�بدة. ما فيش ترابدة من ببنا. في حالة التوازي. لو انا عندي ملفين. خلاص. قال لك ان التاقة المفقودة في ال مقاومات. التاقة المفقودة في المقاومات كلها. خلاص? هي عبارة عن الطاقة البداية في الملفات نقص الطاقة المحبوسة في الملفات إذا حدثت تظبط حتة هذه ستقول أن الطاقة البداية في الملفات عدد تساوي الطاقة المفجودة في المقاومات ومفجودة للطاقة المحبوسة سنتسألهم جزء منها سوف يتجد في المقاومة وجزء سيجعله محبوس هذا القانون سوف تكتبه من أي شكل خلاص يا انت ممكن تقول له انتاقة البداية هي عبارة عن التاقة المفقودة في المقاومات زائد التاقة المحبوزة خلاص خلي بالك بقى التاقة البداية في الملفات تقدر تجيبها بسهولة خالص الطاقة اللي راحت للمقاومات تقدر تجيبها برضو بسهولة عن طريق دائرة المكافئة دائرة المكافئة دي اللي انت بتجيب ال L اكوفلاند مع ال R تستخدم القانون نص في L اكوفلاند في أي نود تربيع في واحد نقص E يسر بثنين تي على تاو طبعا ال T هنا بمالة نهاية تبقى هيطلع عند المالة نهاية نص L اكوفلاند I نود تربيع تقدر في الحالة دي تجيب قيمة الطاقة اللي راح للمقاومة R يبقى انا معاي الطاقة المفقودة في المقاومة معاي والطاقة البداية معاي اقدر اجيب الطاقة المحبوزة يبقى اقدر اجيب كل حاجة معاي في الدائرة يبقى انا عن طريق الدائرة المكافئة اقدر اجيب الطاقة المفقودة في المقاومة عن طريق القيم الانشال بتاع المقاومات أقدر أجيب الطاقة البدائية بعد كده هو يطلب الطاقة المحبوسة أقدر أجيبها عن طريق أن أنا أصم من بها في سكة تانية أننا هنبنوا عليها سكة اللعور خلاص اللي إحنا نروح نكامل يعني يا بشوانس تعالى تعالى هنشوف هنعمل تعالى تعالى هننشوف نعرف عندي النقطة دي خلاص وقلنا برضه الترابد يعني طبعا نسعيلك من شوية أن الطاقة المحبوسة هتكون هي الطاقة البدائية نقص الطاقة المفقودة. خلاص سيكون طلعناها من شوية بـ 25. دي الحسابة دي نستعملها معاقة الوقت. الحل الثاني ايه بقى? تعال بقى ونشوف الحل الثاني بقى. الحل الثاني بقى ده هو حل التكامل. ان انا هعمليها باش مهندس تعال بقى. عشان يا باش مهندسين اجيب الطاقة المحبوسة محتاج معادلة الطيارات اللي موجودة داخل الملفات. وخلي بقى وساعات بيطلوها في الامتحان على فكرة. يبقى هو عاوز الاي ال واحد كدلا في الطايم. عاوز الاي ال اتنين كدلا في الطايم. يعني عاوز الطيار اللي هيبقى ماشي فيه الملف كدلا في الطايم. ده. وعاوز بتاع ده كدلا في الطايم. او انا جبتهم فوق كدلا في الطايم. لأ. تعال ما نبص فوق كده انا كنت معامل ايه? انا فوق انا جبت الاي مين اللي كدلا في الطايم. معاوش وانتصين? انا جبت مين كدلا في الطايم? الاي ال. الاي اللي بس اللي هو بتاع مين? بتاع الملف الكل بتاع الملف الوحده? لا. ما جدتهاش. طب انا يا بشوهندس قدر اجيبها? ما حدش يقول لي بقى يا بشوهندس انا مش معاك كما الانشيال اقول له ايه اسسار يبتيه على اتاو اقول لك لا تاخد صفر. يعني انت ما تجيش تقول لي يا بشوهندس انا معي ال ال واحد. معي ال ال بتاعتي. خلاص. معي معي ال ار زيุ. لا معي ال او انت مجيش تقول لي بقى ابشوهندس ان ال ار انتصر د هاي المهندس هو اقول له ان ال اي نودrico بتاعته بد 5 في اي اسب سالب t على wo وقول hele wo هي l على ال aierra. انهي l وانهي r. Sharing a يكويفلانتشي. لكن ال اكوافلانت ايه هي دي صح. قدر اضع اللي هي القانون العام الاي نودة في اوس سالب t على wo. عما تبقى ال a اكويفلانت وال ار اكويفلانت. الحتيvlaki مهمة بقى. اننا عشان احسب ال I L كدلا في الطائم بتاع اي ملف لازم ال L تبع اكوفلانت مع ال R اكوفلانت مجيش واحد مثلا يقول ان اخد L معينة مع R معينة انت لاي اساس جبت الكنام دي لأ باخد ال L اكوفلانت لو موجودة مع ال R اكوفلانت في الحالة دي قدر احسب قيمة الطيارة وفعلا الحالة بتاعت دي انا كنت بتعامل مع L اكوفلانت و R خلاص هم L و R بس اللي موجودين فقدر احسب ال I L هنا طيب اي مهاندس في الحالة بتاعت اللي قدر مني دي مقدرش استخدم قانون بتاع ال I نود في E اس سالب T على تاو ده خالص خلاص لي يا باش مهاندس لان القانون اللي احنا كنا ماثبتينه بتاع ال I نود في E اس سالب T على تاو كان مثبت على الرسمة دي حد فاكر الرسمة نحن كنا ماثبتين عليها كنا ماثبتين على N L و R بس صح واللي حد عنده وطرات عندما جاءنا اثبتنا ال I L هناك كامل قلنا V R زائد V L بتسوي صفر وعدنا نفك ونعمل ونكامل ونطلع في الاخر I نود E اس سالب T على تاو كان مثبت على اساس الرسمة الإكوفلانت اللي هي L و A طب لو الرسمة دي اختلفت كونين اللي انت اختلفت طب واحد اقول ليا باش هندس ما تصعبناش الدين يا بالله عليك احنا نحسبها ازاي انا مثلا دوقات انا عاوز احسب الطيار لهيئبة مر هنا والطيار المر هنا احسبه ازاي من كل بساطة يا باش هندس قدر احسبهم ما احسبهم او انت يا باش هندس مش معاك V Nود شايف ده انت معك ده احنا حاسبين او صح 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 انت معاك V Nود اللي هو على مين على المقاومة كامة 40 هو نفسه اللي على الملفات ولا أه هو اللي على الملفات طيب انا وجيت اقول لك يا باش هندس الجهد احنا قلنا الجهد بتاع الملف ال V بتسوي ال L في D I على DT صح انا انت معاك V بتاع الملفات ومعاك L تقدرش تجيب ال I تقدرش تجيب ال I اه تعال كده بعض انا مش عاوزك تحفظ الكوانونة الدكتور مدهالة خلاص هم نعمل احنا بنيجا نقول كده بكل بساطة خلاص احنا مستمع لش ان كنت مزبطة في المسألة اللي فاتت وهنا ما عملتوش مهم طيب دين الثانية واحدة كده اطلق برا من فوق عشان تقريبا نزلطه في حتة معينا طيب احنا احنا تعال يا باش هندس الحتة دي احنا لو انت معاك V خلاص في الملف بتسوي ال L بتاع الملف في D I على DT ما تقدرش انت يا باش هندس تعدي بص بقى هنا انت معاك طبعا الجهد معلوم زي ما انا قيل لك صح انت معاك طبعا طبعا احنا باش هندس لو قلت لك عد ال L الناحية التانية هيبقى V احو على ال L هده هم دقترات على دي بتسوي مين تسوي ال DI احنا مين على ال DT على ال DT خلاص احو هدرب ال DT في ال V على ال L احو احو هتلاحظ ان انا واحد على ال L في ال VT في ال DT احو وسبت ال DI الناحية التانية وكملت الطرفية خلاص هكامل الطرفية طبعا الدكتور ميديك بلوكة كده انت حفظها او استحفظها حفظها انا عن شخص ما بحفظهاش وهكامل منين ال I هكاملها من I نود وكذلك الجهد احو هكاملها بالنسبة لل time يقوم من 0 ل T بعد ذلك يا بشواندس هعمل ايه لو انا جات اقولك تكامل I الواحد تكامل واحد بكامل تكامل D بكامل يا بشواندسي تكامل اي واحد ثابت بالنسبة لل DI يطلع بايه تكامل السابت بايه تكامل T بكامل بT تكامل DT التكامل الواحد بضرب السابت في T في الحاجة اللي انا بكامل بها فهنا هيبقى 1 في I هيبقى التكامل هنا R وانا بكامل من I نود تطلع بكده تطلع بI of T نقص I نود انا بجيبلك اصل القانون هو اللي انت متعرفش هو جيب من اصل انا بكامل ال DI يطلع تكاملها بI هنقص هتبقى تتكامل من I نود I of T بI of T نقص I نود هنقص 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 طبعا سيبك جزء الناحية اليمين زي ما هو هتطلع لأيه باشوهندس هتطلع للمعادلة بتاعت اللي انت حافظها والدكتور ندعلك قالك انت كامل الطيار بتاع الملف بيسوي واحد على L بتاعت الملف من 0 T الجهد اللي على الملف DT زائد the i Nود هنقص ده الكانون اللي انت حافظه طبعا يبقى ده القانون انت حافظه يبقى نها باشوهندس هتلاحظ في القانون ده لو انا معي الجهد ومعي i Nود اقدر اجيب مين لو انا معي الجهد ومعي i Nود اقدر اجيب مين اقدر اجيب الطيار الطيار خلاص فانا معي الجهد هقدر كامل خلاص ومعي الاينود ومعي الال فخلاص كل حاجة هتبقى معي اقدر اجيب الطيار واندلنا احنا عاوزين نقول لك ليه احنا محتاجين الطيار دلوقتي خلاص احنا لسه مجبناش ليه احنا محتاجين الطيار بس تعال كده عشان هقول لك بعدين احنا متعجب لك استعمل كامل اول ونجيبه تعال نرجع للمسألة بتاعتنا ونبتدي نكامل الطيار انا معي معادلة الجهد تعال بقى هنا اركز اول حتة دي عشان برضه احل لك مشكلة كانت موجودة في التكامل ده ايا ان يكون اشارة السلب ده انا خطيتها ليه سبك منها الوقت خلاص يبقى انا اقول له واحد على ال من صفر تي في نود اف تي دي تي زائد الاي نود اللي هي بالنسبة لي عشان انا بتكمل بالنسبة لالي واحد فسميته اي ال واحد عند الطايم بسوزيرات مو كعصة من اي نود مفيش مشكلة انا عوضت يا بشانت ستلاحظ ان انا عوضت عن ال ال بكامل تلات وعن ال في نود بمعادلته انا جابه من فوق 200 في اوس سالب 40 تي وعن الاي نود كان بخمس طلق لو هي فوق بكيمة انا بحطها بنفس الكيمة بتاعتا اعنى مثلا لو الاي نود ده بسالب خمسة بحط بسالب خمسة بسالب ستة اي انكم كمتوا بحطوا بها دي عباش مهندس اقدر اكامل اه بقدر اكامل دي 200 اي اوس سالب 40 تي هقسم على سالب 40 وكامل من صفر وعوض من صفر لتي هقسم دي على 40 خلاص سالب 40 دي التكمل بتاعه نفسه القيمة على سالب 40 ومن صفر لتي هطلع لمعادلة زي مادة شافة كده بالزبط انا كاملت اهو هتطلع لك في الاخر شكل ده بالزبط هتطلع لك قيمة كده اللي في التيل زي قيمة سالب طيب واحد يقول لي عباش مهندس معلش ايه السالب اللي انت حطه فوق ده بقى هو ده كان مشكلة المحاضرة بقى انا حافظ القانون انه واحد على ال ال من صفر لتي ومعي الفينو بتبعوا وبها هو كامل ومعي الاي نوب بتبعوا وبها وخلاص خلاص الاي نوب بتخليها زماية لانه قيمة سالبتها مبتتكملش انا مش بكملها اصلا انا بكمل بس الجزء طيب انا كاملته وجبته وماشى بشانس ماشى بشانس ماشى بشكلة السالب ده جيبنين حطه ضروري بقى السالب ده جيبنين والدكتور عمله في المحاضرة فالمفروض الناس عارفه خلاص السالب ده بقى جيبتوا جيبنين وعلى فكرة ممكن السالب ده يظهر كمان في الاي نوب ده جيبنين بقى الحاجات دي يعني ليه انا خطط لأي نوب بموجب ولا هي حططت الجزء ده بسالب وانت تخضرهم محاضرة وخلاص المشكلة دي هتم محاضرة المشكلة دي هتم محاست فعلا ان محدش اترض عليها ده دليل على الناس اتجاه اتجاه الطيار عكشو طيب تعال ما نشوف كده يعني على اي اساس حطت دي سالب ما فهمني دي بقى تفاهمها؟ تجاه الطيار ماشي اقول لي ازاي يعني هي هي تسأل ماشي اتجاه الطيار يعني انا مش فهم برضي يعني انت اقول لي كذا عكس كذا فطلع بالسالب ايه بقى العكس مين وطلع بالسالب يعني الملف الاول للطيار فيه طلع الفوق والتاني نزل تحت والملف اللي بعد لا الملف اللي بعد اصلا طياره بصفر اه بصفر صح خلاص تعال يا بشهندسين تعال عشان ده انا مستغرب انه محطش اعترض عليها في المحاضرة وده ده مشكلة اصلا يعني الناس بتسمع وخلاص تعال يا بشهندس لو انا جيت اقول لك وحدة الجزء ده امبير ولا فولت انت واخد حكس من مكافئ الوحدات المفروض اللي علي ايدك الشمال يسوي اللي علي ايدك لمن في الوحدات صح؟ امبير امبير وحدة الجزء ده المفروض انطراج المهندس عارف ان المفروض ان الوحدات بتاع الاجزاء دي تبهي امبير عشان زي الجزء ده صح؟ تمام ده اول حتة طيب تاني حتة ايه بشهندس الفينوت ده فين الفينوت ده اهو هده عنده اطراط ده لو جيت اقول لك ايه الطيار اللي يمر في الفينوت ده يولد نفس الاشارات هيبقى من تحت الفوق ولا من فوق لتحت من تحت الفوق من تحت الفوق هيبقى اتجاهه كده صح؟ اه يبقى الفينوت ده اللي هو هيبقى اشارته هنا موجب سالب تحت هيواجد في الاتجاه مين؟ ده يبقى ده طياره صح؟ ده طيار ده اتجاه طياره صح؟ طيب الطيار ده ايه علاقته بالاي واحد؟ اللي هو ده اللي عمله هو السهم الفوق دة في نفس الاتجاه ولا عكس الاتجاه؟ عكس الاتجاه يبقى انا يا بشوانس خلاصة الكلام انا بقولitte وشوف طياره في نفس الاتجاه الاي واحد اللي هو الانتهاجده في نفس الاتجاه ده اللي هو الاي واحد وللأ؟ انتaras ان الجزء الاولانوي ص40 thirty Sean بيولي الطيار الى تحت عكس اتجاه الاي واحد فعلشان كده خطيت السهل حد فيهم السيнуть reunion ده اجت اسaid طيب الاي نود. على ما نشوف الاي نود. انا ما عرفش الاي نود انا اصلا فيه. ما نشوف? لا نشوف الاول. الاي نود كان يتجاه فين? يتجاه الفوق. اتجاه الفوق. كان في نفس اتجاه مين? لأ عكسه. اي ما في نفس اتجاه ده صح? ولا لا? عشان كده خدته زي ما هو بإشارته. يعني هو مسلا انه كنت فرضه الفوق. كان طالع بخمسة. حطته بخمسة وروحت اشوفه ما في نفس الاتجاه ولا? في نفس الاتجاه صح? اه. يبقى خلاص زي ما هو ممكن. طب لو انسألتك السؤال. اتجاه الاي نود ده. طلحت انا فوق بسالب خمسة. وفي الاتجاه ده. احطه بسالب خمسة صح? الاي نود فوق. حسابته انا. طلع بسالب خمسة. واتجاهه انا كنت عامل فوق كده. يبقى اتجاهه كده بسالب خمسة. احط اعوض هنا بكام? بسالب خمسة. بسالب خمسة. انا بحط الاول الكيمة اللي هي السالب خمسة. حطته السالب خمسة. بعد ذلك اشوف الاتجاه. لو في نفس الاتجاه موجب. عكس الاتجاه سالب. يعني لو طلع. لو طلع. اتجاه. اتجاهه كده. وبسالب خمسة. هروح احط الكيمة ده بسالب خمسة الاول. ده كيمته. طلعي نوت كيمته بسالب خمسة. الاتجاه. عكس. يبقى يتخطي ايه? سالب. يطلع الجزء ده بموجب. هو بموجب او بموجب. ليه يا باش مهندس. اصليها سالب خمسة. واتجاهه لتحت. اخلها موجب. واقلب السهم الفوق. يعني هتطلع ده محصلتها. السالب خمسة اللي تحت. محصلتها لفوق وخمسة موجب. هتلاحظ ان انت عندك الطيار في نفس الاتجاه تطلع بخمسة موجب فعلا. زي ما نطلعها من شوان. يبقى يا باش مهندس. هم الاتنين في نفس الاتجاه. لها اشارة. والقيمة تتحط زي ما هي. يعني القيمة بسالب خمسة. اضعها بسالب خمسة. وقال راح اشوف الاتجاه نفس الاتجاه. او لا. لو عكس الاتجاه. اضع سالب. وفيه سالب يتضر في السالب سالب. او ان انت لو طلعت القيمة بالسالب. تعكس الاتجاه وتخليها موجب. ما فيش اي مشكلة. عشان اعرف اللغبطة اللي انت بتعملي هنا. يبقى يا باش مهندس في الحالة بتاعتي دي اهو الاتجاه نفس الاتجاه. بس خلاص. يبقى هي هذه اللي بتحكم على الإشارة موجب ولا سالب. والقيمة بنزلها زي ما هي موجب. بنزلها موجب. الكيمة كانت سالب بخطها زي ما هي سالب. وبعدها بشوف الاتجاه. فيه هنا مشكلة. شانسي. عارفك انا محبش الصمت. انا محبش الصمت خلص في. خلاص انت في المهاضرة تقول ساكت ده حاجة اجدعني به. خلاص هتحسسنا بالصمت ده. خلاص انا محبش عيش في كوكب تاني الواحدة. خلاص ما انتش فاهم او انا مش فاهم. معك بشوف. خلاص? طيب. تعال يا شانسيين خلاص احنا كاملنا. التكامل مش هيبقى فيه مشكلة ولا حاجة. طلعت الكيمة بتاعت ده. خلاص? روح تنفس الحوار برضو في الاي ال اتنين. طبع الاي ال اتنين هيبقى نفسه برضو الاي ال واحد. بالتكاملات بكل حاجة. طبعا الاي ال اتنين زي ما انت ملاحز ان الكيمة الانش اللي كنا احنا جاملها بزيرو فعلا. فده اصلا مش هروح اشوفه موجب ولا سالب. مش هديفني معنا اصلا بكبته بصفر. خلاص? طبعا ده هيظهر سالب برضو نفس الحوار. لانه فعلا هيبقى الطيار التجاول تحت. وانا عاوزه طيار التجاول فوق. فيطلع السالب ده. اعوض عن ال ال بواحد ونص. واعوض عن ال في نود. نفس ال في نود اللي فوق اللي ايه ماتين في ايو السالب اربعين. وهجيب الاي ال اتنين. انا عاوز اتلاحز الاي ال ال اتنين نحن. طبعا هنا اذا كان مفروض زائد صفر. فالصفر خلاص شئلت. لو انا سألتك ابشواندس عند المالة نهاية ال ال اتنين بكامل. عند المالة نهاية. بسالب اه تلاتة بوين تلاتة وتلاتين. طيب. ده هنا الكيمة ايه? سالب احفظها كده. سالب. لان امعوض اي اوس سالب مالة نهاية بصفر. بقيمة دولتش. هتطلع بسالب تلاتة. الكيمة السابتة الاي احفظة مسالب اي with 350 م I3. كذلك طبعا الكيمة السابتة به because of something تظهر بس مانسون في حالة الملفين التوازي. في حالة انه فيه . يعني عند المالة نهاية هيبقى فيه طيار بيمر صح اوال غلاط. عند المالة نهاية هتلاحز ان Press cll2 الطيار الماشي في الملاث. في الملف التاني. فيه طيار بيمر عند المالة النهاية. خلاص? بطا بهذا. لانedaugeل الملف الاولاني. الملف الاولين انا محدد عليه هذا. عند المالة نهاية. يطلع الاختار بكام. اي ايه اللي واحد ده. عند المالة نهاية. اي اس سالم مالة نهاية بكام? اي اس سالم مالة نهاية بصفر. هيطلع الكمة برضو كام? موجب 3. هتلاحز ايه علاقة الكمة دي والكمة الي هناك? العكس الاشارس. عكس الاشارس. خليبوا بقى من اللي موجب? ال-i-l-1 هو اللي موجب يعني. خلاصة الكلام. الطيار. هيبقى هو نفس التجاه بتاع ال-l-1. وهيبقى ماشي كده. هيبقى ما بين الملفين كده. هيبقى كيمته تلاتة. تلاتة تلاتة. هيبقى مع ال-i-l-1. وهيبقى في ال-i-l-2 هتلاحز انه عكس الطيارة اللي انا فرضه. عشان كده طالت تحت. ايه اللي واحد بالموجب? ايه اللي اتنيه السالب والاتنيه بيغزوا بعض. انا خلاصة الكلام اللي كنت بولك عليه من شوية ان انت عند المالة النهاية هتلاحز ان الملفين بيغزوا بعض. تلاحز ان الملفين بيغزوا بعض وفيه طيار بيمر. خلاص. يعني ده معلقة دليل على ان فيه طاقة محجوزة ما بين اللي. ده مش موضوعنا. خلاص. انا يكون اللي يهمني بالوقتي ان اللي هيبقى مهندس انت خليتنا نجيب. قيمة الطيارات اللي هي الطيار الملف الاول والملف التاني. ليه بقى? تعال بقى نشوف ليه احنا بنجيب قيمة الطيار بتاع الملف الاول والطيار بتاع الملف التاني. بس قبل ما قولك الحتة دي انا عاوزك بقى تركز قوي ان انت لو جالك في الامتحان ملفين توازي. طبعا التوالي مفهومش اي مشكلة. التوالي مفيش اجيب طياراتهم. خلي بقى اقوم الحتة دي. لازم عشان اجيب طيار كل واحد الوحد. لازم يا باش مهندس اروح اجيب جهدهم يعني. يبقى طياراتهم بتجيب عن طريق جهدهم. خلاص حتة دي خليك عرفة عشان ما تجيش في المتحان تنساه. يبقى انا عشان اجيب طيارات الملفات اللي هم التوازي محتاج جهدهم. اللي انا اجيبه عن طريق ان ان انا بحاول الملفين دولة. لملف اكوفلنت. وعن طريق الملف في الاكوفلنت دي بقى اجيب احسب ال 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 توتل. كده اللي في الطيب باضربها في ال ار اقدر اجيب الفي اللي هي اصلا تطلع على المقاومة هي نفسها بتاع الملفات. مع الفي نود اقدر اجيب منها طيارات كل ملف. انت عامل زي واحد بيلف حواليه نفسه. بيطلع بيجيب ال 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 توتل عشان يجيب الفي ويرجع من الفي دي يجيب لكل اي لكل ملف ال 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 اتنين. عشان يجيب لك تقدر تحسب ال 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 layoutfaقيمة لحظية اقدر اقول ان الطاقة عند اللحظة دي بكاتن فعند المالة نهاية انا معي guests طبعا طايرهم 1 بس معكوس five six freshen معايا لان هنا بربع فهي نص في L في I L 1 عند المالة نهاية تربية زياد نص في L في I L 2 ال I L 2 تربية هي نص في L في I L 2 تربية فهتعود بتاع الملف الاولاني اللي هي التلاتة في طياره تربية الواحد ونص ده الملف التاني في طياره تربية هتلاحظ ان الترابد بالقوانين 25 اللي انا حسبتها لك في خطوة يعني اعمل الالف دهو كله عشان اجيب الترب ده يعني كاملت خلاص وبعد اما كاملت جبت الترب ده تخيل انت اعمل انت بقى دهو كله عشان تجيب القيمة دي اللي انا قلت لك في الاخر انت تقدر تجيب القيمة البدائية بتاع الملفات اللي هي نص في L في I L تربية بتاع كل واحد تجمعهم وانت اصلا كده كده تقدر تجيب المفقودة في الاربين ام على طول اللي هي نص في L في I تربية واحد ناقص I plus T على T و I plus T على T على T و طبعا التيب ما لانهاية تطلع في الاخر هي نص في L اكويفلنت في I نو التربية دي اتقل مفقودة في المقابل تنقص الاثنين من بعض تقدر تجيب الترك طب انا امت يا بشوهندس الجأ لحوار التكامل لو طلب اصلا ال I L 1 ال I L 2 وبيحصل ام تكامل واستخدم الطريقة العقيمة دي لو طلب كيمة ال I L 2 او ال I L 1 طبعا التطاقة البدائية زي ما اقول لك انا كنت لسه حاسبها لك اصلا لان هنا هنا قانونها معروف مفيش تكامل هنا هو النص في L في الكيمة اللي هي الكيمة البدائية طبعا هنا بصف لان التطاقة بصفر فانا الوقت كنت جايب لك بسبعة تحتين ونص ساعة خلاص فانت المشكلة كلها تقابلك التكامل انت بظهر في حالة الترابط لو طلب منك الطاقة المخزنة في الملفات فانت محتاج الطيار بتاع كل ملف عشان تجيب عند المالة نهاية طياره وتجيب الطاقة المخزنة ساعتك خلاص اللي هي النص في L في اي تربية خلاص انا كده اعتبر ديتك الافكار بتاع المسائل الناس بس تتذكر حتا دي كويس المسائل الاولية برضو هم دل يعتبر التلات من هسائل دولة او الملفين دي يعتبر دي ارخم حالا خلاص انا طبعا احليلك المسائلتين بتوع الشيت هنا خلاص المسائلتين بتوع الشيت احليهم لك هنا